السلام عليكم سبحانه من علم والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة السلام عسد محمد صلى الله عليه وسلم بسيكم يا شباب عملين ايه وحشتوني كتير يا رب تكونوا بخية النهاردة الفيديو ده هعمل في ايه؟ الفيديو ده في اول جزء كده اول خمس عشر دقيق احاول ارجع معيك الافكار او ارجع معيك اللي قلته في الدرس الاول ان هنا ما اتكلم عن الدرس الاول الفصل التاني وبعد كده نسمي الله كدة بسم الله الرحمن الرحيم ون estivot استطيع اسئله مثل ارتك كانت الاجب علي بسبب الاخررтаки فخلينا نسمي اللاك كدة بسم الله الرحمن الرحيم ونقول يلا بينا اهم يبس ذلك Absolutely! ف Per fluorescentOLDOLD whats the posth Edwards جمبة كوبائيه الشاي المتينه بتاعتك جمبك وراء وألم وتكتب وراءهم الملاحظاه انا اعرف ان في ناس بتبص على الفيديو ده عشان ستحل كانوا بنفسك احوا بالتفاصيل وبخلاص زمن يتبص على مسألة مش عارفها فرب يسر الامور خلينا نسمي الله ونراجع كده ايه الفصل اول حاجة بدأت معاك بيه هو يعني ايه مجال مغناطيسي وقلت لك ان المغناطيس عمتا هو عبارة عن قطع حديد بتكون من قطب شمالي وقطب ايه جنوبي قلت ليا يا مستر طب يعني ايه مجال مغناطيسي قلت لك ان المجال المغناطيس يا دكتور هو عبارة عن المنطقة المحيطة بالمغناطيس وتظهر فيه اثر قوته المغناطيسية علشان كده انا عايزك تستوعب قوي ان المجال عبارة عن خطوط طيب عرفنا ان احنا بنشوف الخطوط دي عن طريق ايه عن طريق برادة الحديد عن طريق برادة ايه الحديد فلما جينا بصنا على خطوط المجال لان البرادة بتبدأ تعمل كده عند الاقطاب وبتمشي من الشمالي تروح للجنوب وساعتها قلت لكم تركاية بسيطة قوي قلت لك خلي بالك المجال بره بيمشي من ان للس جوه في ايه قلي جوه بيمشي من اس للان عشان كده قلت لكم بره في ناس جوه في سن يبقى ثاني كده بره في ناس جوه في ايه سن اديك فهمت وشفت التركاية الاورديني طيب النقطة الاهمة من ده كله بقى بدأنا نتكلم على اول قانون وهو كان قانون الفاي ام اللي هو كان عبارة عن ايه بي ساين سيتا وفتكر معايا ان انا هقولك زتونت الموقف يلا الفاي ام كانت ايه يا سطا هي الفيد المغناطيسي طيب الفيد المغناطيسي ده اللي هو العدد بتاع خطوط المجال طيب وحدة قياسه ايه وحدة قياسه ويبر والويبر ده كل واحد ويبر عبارة عن عشرة قصة تمانية خط فالفكرة كلها ان احنا عشان الخطوط كتير جدا فاحنا بنسبالنا بنبدأ بقى نعملهم في حزم صغيرة كده الحزمة الواحدة اسمها ايه ويبر طيب تاني حاجة كانت المساحة والمساحة خلي بالك الله يسترك بتتأس بالمتر مربع طيب يا مستاري انت عندك كم شكل من اشكال المساحة لو دايرة هتبقى باي ار تربيع لو مربع يبقى طول الدلع في نفسه او طول الدلع تربيع لو مستطيل فهي الطول في العرض قال لي يا مستاري اللينس في الويتس طيب دي يجي للبي البي كسفت الفيد لا تاني البي كسفت ايه الفيد وحدتها تيسلا طيب السيتا بقى السيتا هي عبارة عن الزاوية بين الملف والمجال تاني الزاوية بين الملف والمجال وبالله عليك اوعى تنسى ويا رب اللي ما يقولش معايا او اللي نسي دا يعني نفسي عن حلاله قرعه اوعى تنسى في حوار الزاوية دا بالذات تعمل اللي قلتلك عليه وتركز معايا قلنا في الزاوية عمودي قيمة ايه اقولتلي عمودي قيمة عظمة موازب ايه موازب صفر زاوية بس ساين سيتا عمودي وزاوية كساين سيتا او ساين تسعين نائس سيتا يبقى تاني كده الله يسطورك قول معانا تاني يلي ايه يلي بتفرج سواء انت حضرك بتفرج معانا اا يعني اسمعتي الكلام دا او ما سمعتوش قبل كده فاسمعني كده الله يسطورك افتكر عمودي قيمة عظمة اتقل مني تاني عشرين اربعة عشرين ان شاء الله يبقى عمودي قيمة عظمة موازي صفر زاوية بس ساين سيتا عمودي وزاوية كساين سيتا يبقى عمودي قيمة عظمة موازي صفر زاوية بس ساين سيتا عمودي وزاوية كساين سيتا جنيت لك تبلتلك المهم تحفظها يبقى افتكر ان في الوضع العمودي بتكون الفيض المغناطيسي في وضع القيمة العظمة لان كل خطوط الفيض تؤثر عموديا على المجال النقطة التانية لما يقول لي موازي قلتلك فعتها الملف بتاعك موازي فكل خطوط ماشية من فوق حاجة اثرت على الملف قلتلي لأ عشان كده قلتلك بصفر تاني حاجة احنا الاصل عايزين ناخد الزاوية بين الملف والمجال فالزاوية مع الملف والمجال زاوية بس ساين سيتا طب اداك العمودي فانت المفروض عايز الزاوية التانية فبقول يا اما ساين تسعين ناقص سيتا او كوساين سيتا طبعا انا بتكلم بسرعة لان المفروض اراجع طيب خلصنا من ده جينا لنقطة تانية وهي اي يا ماشا قلتلي يا مستر ان احنا جينا نتكلم على الحاج ارستود الحاج ارستود لما جاب السلك وعدمنا الكارتون الشائية وحطت ايه كهربا ورمى بردت الحديد البرادة بدأت تعمل دواير 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 وكل ما بعيدنا الدواير قلت قلتلك يبقى دلوقتي لما ديج نعمل زوم اني كده وتركز معايا كلما اقتربنا من السلك كلما اقتربنا من السلك يزيد تزاحم الدواير وكلما ابتعدنا عن السلك يقل تزاحم الدواير علشان كده انت كل ما تبعد كل ما كسافة بتاعة الفيت ال كل ما تقرب كسافة الفيت تعمل ايه تزيد علشان كده صلى عن النبي عليه الصلاة والسلام قلتلك ان البي والدي على واقع عكسية والبي في الاخر نتنبساو ايه ميو اي على تو باي دي تاني ميو اي على تو باي دي قلتلك البي دي بتاعة السلك المستقيم طب ايه دي بقى البعد العمودي بين النقطة والسلك اهو ايه الاي الاي كانت شدة الطيار قابوك يجديك علقة محترمة وتقول اي يدرمك بشدة هتقول اي فتساعدت تفكر ان الاي شدة ايه الطيار طيب خلي ما لك من النقطة الميو دي هي معامل النفاذية المغناطسية وده قدرة الوسط ان خطوط المجال تعدي خلاله عشان كده الميو بتاعتك غالبا بتبقى ثابتة وهي اربعة باي في عشر او السلب سبعة للهو ممكن تتغير اه ورد تتغير مش اساس عندك مش قاعدة تهمني عشان كده انا دايما 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 بتعامل معانا هو رقم ثابت هو قافل اسئلة هتلاقيني بتكررها كتير لكن هو رقم هيدهولك في المسألة انت مش هتحفظه تمام هو حسابهولك في كراس ما فين في الآخر طيب جينا قلنا ان الاي لما يرازيك فيها هيرازيك فيها بقى بجوك يو على تي شغال نت شغال V على R ما يضربش VB على R داش زائد R سمول يلا ما عليش يمكن فخلي بالك الله يسترق ان I دي تريكس بتاعتها بعض النقطة عن السلك ده لو السلك سميك بعض الشي عايزك تركز معها لو السلك بتاعك سميك بعض الشي فانت لما تيجي تحسب كسافة الفيد عند نقطة بتبعد عن سطح السلك مسافة دي المفروض لو السلك سميك دا احنا نحسب كسافة الفيد من مركز السلك صح قلت لي ليه قلت لك ما هو السلك اللي بيعمل مجال فاحنا بقى ناخد من قلب عارف انت من لب الموضوع علشان كده في الحالة دي لما تيجي تحسب هتلاقي ان B بتاعتك بالسامو M U I على 2 B دي زائد R ليه يا مستري عشان ناخد المسافة من اول مركز السلك اخد الحيتة دي كلها فالحيتة دي كلها دا البعد حلو والحيتة دي نص القطر بتاع السلك عشان كده بقول ان B بتاعتك هي عبارة عن M U I على 2 B دي واجمع معلش عليهم عشان الخطر انا معلش 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 هنجمع نص ايه نجمع نص القطر طيب B الحاجات المهمة اللي اقول هالك هو هتنسى قاعدة امبير لليد اليوم قال لها مستر قاعدة الشيئة بتقول لك ايه بتقول لك انك والله السلك اهو طال اهو ابهمك او نتخيل اننا نقبض على السلك باليد اليوم حيث يشير اتجاه لبان لاتجاه الطيار وباخد اصابع لاتجاه المجال قلتلك ساعتها ابهمك طيارك صوابعك مجالك افتكر معالله قلتلك ابهمك ايه طيار صوابعك ايه مجالك فلو خدت بالك هتحط ايدك على الابهم كده هتحط ايدك يلا مع السلك طالع لفوق هتلاقي مين السلك ايه داخل هتلاقي هنا اكسات وهنا ايه اوهات ويوعى تنسى ان هنا عندك يمين شمال ودي فوق ودي تحت ودي اكس ودي او اكس داخل او 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 هتنسى كم ملحوظة دول طب لو السلك جاي بيمين كده والله انت بقى هتتميل معك بعد الشغل بقى عارف انت هتتميل الورقة وتعمل ايدك كده طب صليت على النبي قلتلك هبد هبد شاقي بص للسهم الفوق وخش برجلك اليمين يعني انا دلوقت السهم بتاعي نيمتي دماغ اهو اهو بصيت له لفوق اهو فهنا يبقى اهو اكس اهو ودي اهو تمام طيب بلاش السهم النزل لتحت فاهمني اعدل امتى الورقة خلي السهم عند دماغ كشيخ يبقى مين السهم ايه داخل قال لها مصر ادي اكس اهو ودي ايه او بالمنطق والعقل اهو نزلت ايه كده بص على صورتي بص اه كده داخل محة تانية ايه خارج طيب قال يا مصطاري طب مواردي السلك يعمل هو اكس اه دي بقتر الكامل حاجات المهم قوي قلت لك السلك وارد يعمل لما تلاقي سلك عمل اكس الواحد وكده اعمل حواليه دورية تلاقي السلك عمل اول واحد وكده اعمل حواليه دورية طب يا مصطاري لما اعمل دورية هعمل ايه بص يا اخوان السلك اكس معناه ان الاكس بتاعك داخل الصفحة ما فيش مشكلة يبقى ان ان اكس بتاعك داخل الصفحة يبقى ان تيجي عن اسبوع على الصفحة وتحط ايدك كده هتلاقي ان الطيار او المجال بتاعك ماشي مع اقارب الساعة طيب او ده معناه ان السلك خارج الصفحة فلو دي الصفحة بتاعتي فالسلك كده خارج فمع انا كده هعمل ايدي كده فتلاقي ان المجال بتاعك هيمشي عكس اقارب ايه الساعة قال يا مصطار يبقى اكس بمشي مع اقارب الساعة في المتين قعدة عطاطية شئية جدا يس لما تلاقي اكس تفتكر ايه يس اللي هي ايه اللي هي مع عقارب الساعة يتفكرك باكس اكس ده يعني ايه داخل لو واحد داخل تفضل 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 يس 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 خش يلا فلو خلت بقى لك اكس اللي هي ايه داخل قال يا مصطار وكمان حاجة هفتكر لو طلب مني القطبية لان احنا عوزه في الملف الدقري يبقى يس تفكرك باس اللي هو قطب ايه قطبي جنوبي طيب او تفكرك بمين يا لا نو دي اللي هي ايه عكس عقارب الساعة قال يا مصطار واييه كمان قلت لك او اللي هي اوت هقول ما تخشش تمام خارج يعني في الحالة دي هبرضا تفكرني بالقطب الشمالي كده فكرتك بالقعدة وكده رجعت معاك الفكرة الاولى الفكرة التانية يا شباب وهي ايه الفكرة التانية ان لما يجي لك سلك مستقيم تمام وبجيب لك بالمنظر ده اتفقنا ان السلك المستقيم اهم نقطة فيه والله يصطرك ما يفضحك ويكرمك كده يا رب السلك المستقيم انت وانا وانت وكلنا عارفين حاجة مهم اوي ان هو نحية اكس ونحية او يعمل دواير يبقى انت حطها قعدة المجال المغناطيسي للسلك المستقيم بيعمل دواير فالدواير بتاعتك يقام ما داخل الصفحة وخرج الصفحة بحيس ان هو يليف في كده يدور هل ده مجال سلك المستقيم قلتلي لا قلتلي لي يا مستر قلتلك لا مجال السلك نحية اكس ونحية او فانا لما حطتلك سلك المستقيم كده يبقى انت هنا لازم تتأكد ان هنا في مجال بيسموه مجال خارجي يبقى تاني يخب بالك من حتة دي اوي 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 عشان هتجي عليها اسئلة كتير وهنطبق عليها يبقى انت لما يجي لك مجال خارجي استوعب ان انت في الحالة دي هيبقى السلك عندك مجالين وهنا ثاعتها بيطلب منك محصلة يعني محصلة محصلة دي يعني يسطى انت دفعت كم فالنتج بتاعنا وانت كان حلو انا دفعت خمسين جنيه وانت دفعت تلاتين يعني هيبقى فيه اكتر من مجال طيب المجال الخارجي بتاعك ده لما حط السلك طالما اديتك سلك حدد انت كمان مجال السلك بصت للسح من الفوق دخلت برجلي اليمين لقيت هنا اكسات والناحية التانية قوات المجالات لما تكون شبه بعض كلهم داخلين اكس او 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 معنى ان المجالات قاتل الجزهة فهي بتزق بقوة 20 وقات صاحبتها تقول لها الخائلين قليل الادب بتزق معها قوة 10 يبقى المرحوم بتزق بقوة كام 30 ليه ما هو العشرين والعشر اللي اثنين بيزق في نفس الناحية اسلام لكن الناحية التانية دي بيبقى عكس بعض فمعنى كده بيبقى في واحد كده وحديد الناحية التانية ده بيزق بقوة 20 وده بيزق بقوة 3 ساعتها المحصلة كام قلتلي 20 ناقص 3 17 قلتلك الكلام حلو الحتة التانية اللي عايزك تركز فيها هنا لو انت القوتين في نفس الاتجاه فقلتلي كده 30 وفي اتجاه هما الاتنين لكن لما يبقى عكس بعض ساعتها الكبير يغلب ساعتها الكبير يغلب يعني ساعتها القوة ب17 بس في اتجاه مين في اتجاه القوة بتاعت 20 يعني انت لما تلاقي مجالين عكس بعض تأكد عشان لو سألك على اتجاه المحصلة الحتة دي مهم قوي لو سألك على اتجاه المحصلة امشي معك كبير شوف مين اللي قيمته اكبر يبقى اتجاه اللي يمشي كلمته اللي تمشي حلو طب هنا هعمل ايه هقول بي واحد زائد بي اتنين اللي هو بي سلك يعني زائد بي خارج لكن الناحية التانية هقول بي سلك نواقص بي خارج وانت عارف طبعا لو تلعلك بالسالب يديني حد مطلق ما بقاش فيه سالب طيب وارد يحصل ان يجيب لك المنظر ده وبينلي عليك تركز معايا يجيب لك السلك عامل اكس والمجال ماشي كده مثلا هل ده مجال السلك مستحيل مجال السلك يبي يعمل دواير اكس و او ساعتها انت تيجي عند الاكس دي وتعمل ايه دايرة اكس تفكر ان ايه داخل الصفحة ها معقارب الساعة تفكر الكلمة هنا تأكد ان انت عندك اكتر من نقطة تتكلم عليها قلتلي ايه اسلام لا اكتر من نقطة قلتلك بس نعم تزوب اني كده عشان تنور هنا لو خدت بالك لو طلبت منك المحصلة هنا مش المجال بتاع السلك اللي هو بالاخدر ده ماشي مع المجال الخارج اللي باللزرق ده قلتلي اه قلتلك كده المجال اتتماشي مع بعض ولا عكس بعض قلتلي لا هنا عكس بعض يبقى بي واحد نقص بي اتنين طب هنا تلاقي واحد نازل اتحت وماشي يمين لا واحد نازل اتحت واحد ماشي يمين كده دول مع بعض ولا عكس بعض كده دول متعمدين يبقى بتاعتك ربع وجمع تحت الجزر وكما قال ايه في سهورس تاني ربع وجمع تحت الجزر هنا برضو هتلاقي واحد ماشي كده والمجال بتاع السلك طالع لفوق برضو حصلت عامد قال لها مستر اوكي يبقى دي تاني حالة ان اجيبلك السلك مع مجال خارجي طيب تالت حالة ان اجيبلك سلكين السلكين يا مع بعض يا عكس بعض انت مستوعب وخلينا واقعين شوية مع بعض اني مع بعض قلتلك مع بعض ارمي الاشارات موجب سالب موجب عكس بعض يلا ها سالب موجب سالب وقلتلك انت في الحالة دي شاسعيط شرحناه في المحاضرات فركز معاه بقى انا ليه باجمع وليه بطرح او يعني هاجمع بواحد موجب او سالب باتنين على حسب انا في منطقة جامعة انا في منطقة طرح طب هنا هتبقى ايه ميو اي واحد على تو باي دي واحد موجب او سالب ميو اي اتنين على تو باي دي اتنين حلو قلتلك خلي بالك ان الميو والتو باي دول بالنسبة لها عمل مشترك يعني حاجة موجودة هنا وموجودة هنا ففي الحالة دي دكتور بمنطقة البساطة البيتوتل بتاعتك عبارة عن ايه ميو على تو باي وساعتها قلتلك الكلمة دي اي دي واحد موجب او سالب اي دي اتنين وده القانون اللي بستخدمه لو فيه عندي ان شاء الله عشرين سلك انسقون يبقى الثاني كده البيتوتل بتاعتك بتساو ايه ميو على تو باي فاكر يلا هتبقى بلاك على التشيرت يلا ها قل لك اي دي فاكرين ان اي دي بتحط على التشيرت اي دي واحد اي دي اتنين يبقى البيتوتل لما تلاقي سلكين افتكر ان ميو على تو باي اي دي واحد موجب او سالب اي دي اتنين. لقيت السلكين مع بعض مع بعض ارمي شراطك موجب سالب موجب عكس بعض سالب موجب سالب. حلو الكلام. طب لو متعمدين نعمل على دوله على اي دي تبقى اي دي واحد تربيع اي دي اتنين تربيع تحت الجزر. طيب. اخر حاجة اتكلمنا عليها عشان نبدأ نقول كده بس ايه نخش في الحل على طول. اخر حاجة كانت نقطة التعادل. نقطة التعادل. اعرفها منين? الا يقول لي يا تلاشا. الا يقول لي كلمة يا نعدم. الا يقول لي كلمة المحصرة سو صفر. الا يقول لي يتساوى المجالين. اخر حاجة يقولها لك لا ينحرف مؤشر البصلة. ليه يا اسلام? يا جماعة خلينا نتكلم بواقعي. مؤشر البصلة لما كلمت عليه اتكلمت عليه وانا بشرح في قاعدة اورستود في الراجل اورستود ده لما كان قاعد على الترابيزة بتاعته لقا سلاك شرجالة لقا البصلة بتتحرك. فلما لقا البصلة بتتحرك فقال لك لقا يبقى كده شكلي في مجال. حلو? فانت لما تلاقي كلمة يا تلاشا اعرف ديني نقطة التعادل. خلي بالك شحتي دي مكملة معك في تباقي الدروس. يعني عدم. صفر. يتساوى المجالين. لا ينحرف مؤشر البصلة. يبقى معنا كده. انا متكلم عن ايه؟ على نقطة التعادل. شروط نقطة التعادل بقى دي اهم من حياتي. واحد اثنين تلاتة. واحد لازم تكون في منطقة طرح. ما وصل الله على النبي. الاهل يمش هتعدل مع الاهل. الاهل يتعدل مع الزمالك. الاهل يتعدل مع الاسماعيني. الزمالك يتعدل مع بني سويف. المهم اني فريق عكس فريق تاني. فعشان نحصل تعادل. فاهمني سعيتها كنت اقول لك الاهل يجاب واحد. والاهل يجاب واحد. حد يكسب قلت لي لا. ليه? ما هو ده جاب واحد وده جاب عكس واحد فالمحصرة صفر. طب ده جاب اتنين وده جاب اتنين. المحصرة صفر محدش كسب برضه. فلو خدت بالك يبقى اول خطوة واهم خطوة اني لازم تكون في منطقة طرح. لا توجد دوقت التعادل في منطقة جمع. تاني حاجة اقرب للسلك الاقل في الطيار. تاني اقرب للسلك الاقل في الطيار. انا واحد ضعيف هتخانق مع واحد قوي. لو رحت اتخانيه انت بالعقل عشان هتعادل معاه بس. هتخانق معاه ناحيتي. ناحية بيتي وبنحية اهلي والناس والناس اللي تعرفني. ولو رحت اتخاني معاه فوزت اهلي وفوزت الناس وساعتي هتضرب في امني وللزمن. لكن اني بتكلم فيه. لا انت هتجيبه ناحيتك كده عشان حتى لو اتضربت تلاحديهوش عنك. يبقى دي حطاقة عدية. شفت الفيزيبش في ده كاي في الخنايات. اخر حاجة انك بي واحد هتساوي بي اتنين. فساعتها كنت منطلع من هنا القانون ان بي واحد هتساوي بي اتنين. فادي ميو اي على تو باي دي. هتساوي ميو اي على تو باي دي. ودي ده واحد واحد ودي اتنين اتنين اهو. فدول هيروحوا مع بعض ففي الاخر هتلاقي اي دي واحد. هتساوي اي دي اتنين. وبكده حاولت تلملك او اقول لك منخص الكلام اللي هنقابله دلوقتي. صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا نبدأ نحل الاسئلة. طبعا اه السؤال قدام حضرتك كان هراب سرعة جدا. فانت يا تلحني ما تلحنيش. اواضع ملف مستطيل عاموديا. حلو. في فيد مغناطيسة تتغير كسفته بانتظام في اي من الاشكال البيانية التالية. تمام? قال لك يمثل العلاقة بين الفيض. الفي ام يعني. خلال الملف ومقدار كسفت الفيض. سكة وضغري الفي ام وكسفت الفيض العلاقة بينهم ايه? والله لو كتبت القانون فاي ام بتساوي ايه بي ساين فهو ثبت لك العوامل قال لك ملف فاهمني قال لك عموديا والملف مستطيل فالملف هو هو فبالتالي الفي ام والبي علاقة ايه? طردية فاختار الاجابة بين. سؤال ده سؤال ذاكي جدا وحلو اول. بص اخوانا بقى. الشكل المقابل يوضح ملف دائري موضوع عموديا على مجال مغناطيسي منتظم فاذا دار الملف ما عقارب الساعة تسعين درجة حول محور عمودي على مستوى. يعني ايه محور عمودي على مستوى؟ يعني لو دي الدائرة لو دي الدائرة فهو المحور الدوران بتاعه عمودي على مستوى. ده اسمه محور الدوران. يعني ايه محور الدوران حضرتك لما تجي تبص على المروحة في السقف عندك? او مروحة لو وقفة جنبك كده حلو بص لها هتلاقي ان في اكس في النص في نقطة في النص المروحة بتدور حواليها. ده اسمه محور الدوران. حلو. فان الفيضة اللازي يخترخه? يعني انا هسأل حضرتك سؤال لو ده الاكس اهو ده الملف اهو بمنطقة البساطة والملف هيدور حوالي النقطة دي. هسأل حضرتك سؤال واقعي جبت جميل جبت الموبايل بتاعي كده وروحت عاعدة لفه كده. هل في حاجة تغيرت خطوط الفيد عاملة ايه? عمودية صح? لو خدت بالك خطوط الفيد اوه خارجة. يعني بغض النظر عاملة ايه مع الملف عمودية? فالملف عمالي دور كده. فالبرضو خطوط الفيد مالها عمودية. ما حصلش اي تغيير. يبقى تاني كده حضرتك. ليه? هاختار كلمة لاي تغير لان الملف لو دار اهو يا عمي خلينا ناك. كان المواقعش والملف عمالي دور كده كده ك هل في حاجة تغيرت? لازال في الوضع العمودي ولازال ما فيش اي ايه? اي تغير. فدي البوينت اللي بتكلم فيه. السؤال الثاني بيولي حلقة مساحت مقطعها دي ايه? ودعت عموديا يباسيطة بتاعتك كام تسعين ضربعة وكده كيمعوز معنا. على خطوط الفيد كسافة فيدو. كسافة الفيد رمزها ياجد عن بي عشان انا بلاحظ ان فيه ناس بتطلق بقى بين الفيد اربط ما بين كلمة فيد وفاي. فيد فاي فيه فيه. لان مسي واحد برس بالخير يعني كان الطالبة عندك تقولي كده يا مست. طب كسافة الفيد بتاعتك بي. في انا الفيد سليت عن النبي. الفاي ايه ام بتساوي اي بي ساين سيتا وانت عارفت ان ساين تسعين بواحد. يعني فس دماغة. الاي بتاعتك بكين? ووينت اتنين. في واحد عبيت حول المتر تربيع. قلت له انت عبيت المتر ما بيتحولش. حلو. عشان بس اني بقى ايه متفقين كده والكلام علي ايه? على كلام عن جد البي بتاعتك بصفر فاصلة صفر اربعة دربتهم على القالة هقالة في الع Milan اسطلع العالة بس الموضوع مش محتاج حسابات لو ضربتهم على القالة هنا هو عناية الاتنين مش حرمك من حاجة صفر فاصلة اتنين في صفر فاصلة صفر اربعة دوس يساوي يطلع لك الرقم ده لازora يا لهوي صوت و screw your me jameslady Been page يساوي يزاوي تصوت وتصوت وتتنطم returns تقول لي يا مستر ليو مش في الاختيارات يا عبيد يا ب الب مع الترامي ديك جرب الاختيارات وطلع لك 8 في 10 أو السلب 3 لو تبدأ تجرب ابدأ تجرب بالـ 0.08 او اكتب كده الرقب اللي هو مدولك في الاختيارات وعلى فكرة دوالي دي يحصل فعلا بساعات بيكتب الرقب بشكل مختلف اكتب الرقب اللي انت شارك فيه على الآلة تلع النفس الحاجة اخترها ويمشي اطار مربع طول دلعه 20 سنتي حلو خلي بالك من نقطة أبوز زماغ أهلك أبوز زماغك يا شيخ يا ربي يكرمك اللهم أمين حول للوحدات قبل ما تبدأ حل يعني انا دلوقتي مربع طول دلع 20 سنتي فهو بالنسبة لي 20 ده 14 أو السلب 2 عايز تحولها على طول حولها مش عايز اشتغل بها عادي تاني حاجة قال لك وضع في مجال مغناطيسي كسافة فيدو بي فاذا كان الفيد الفيد الفاي ام فإن الزاوية بيسألني على الزاوية صليت على النبي أولا أنا مش أعمل حاجة بطول دلع المربع أنا عايز مساحة لأن القانون عندي بيقول لي إن الفاي ام بتاعتك يا إسلام هي عبارة عن ايه بي ساين ثيتا حلو فالفاي ام عندي ايه قيمة طول الضلع حلو فلو خدت بالك اهو يبقى المساحة بتاعتي سفر فاصل سفر اربع في البي بتاعتك بكام؟ بتلاتة في عشرة قص سالب اتنين في ساين سيتا طبعا اخوانا اللي معهم القلع اللي فيها شيفت انت كل اللي تعمله تكتب بس ايهو؟ عشرة قص سالب اربعة ودي الفا قلق ودي سفر فاصل سفر اربعة في ثلاثة في عشرة قص سالب اتنين تمام؟ في ساين وروح تحاطة الفا اكس هو يسطى ويمروق عليك ودوس شيفت قلق يساوي شاء لات حل طبعا الناس بيشتغل قلت الموبايل بيطلع معاك النتج على طول بس انت مش دخل بالموبايل طب مستغر انا معايش القلق تاعت شيفت السالفة جرب يسطى الزاوية جرب الزاوية دي مرة بعشرين وشوفي الناتج اللي هتطلع لك دي طب حلو الكلام مش هتجرب هتحل بميورد الله بمنتهى البساطة ده المجهول بتاعي صح؟ كل دول مضروبين هوديه من ناحية التانية يبقوا يروحوا ايه؟ مقسومين يبقى صاين سيتا بتاعتك هتبقى ستة فعشرة قص سالب اربعة على طبعا اللي معاك سع الالة جرر الحتة دي ماشي سفر فاصل سفر اربعة في ثلاثة فعشرة قص سالب اتنين تعملهم على الآلة يطلع لك نص حال النص ده الزاوية؟ لا يا حبيبي انت المفروض تدوس على الآلة شفت صاين نص عشان يطلع لك الزاوية انت لو معاك الزاوية بتدوس صاين على طول معاكش الزاوية بتدوس شفت صاين الزاوية حلو قد ينا ماشي معاكو تاتا تاتا خالصة سمينا اللاتي بعت معا الزاوية ثلاثتين اخترت تلاتين بص بقى ملف مساحته ايه؟ نمسح كده وننظف لنفسنا اهو ملف مساحته ايه؟ وضع في مجال مغناطيسي كسفته بيه حلو كسفت الفض بتاعتي بيه بحيس يكون الفضى المار بيه نهاية عزمة خلي بقى لك بقى هناك كلام بقى ايه؟ كلام في خوازية نهاية عزمة يعني تسعين درجة فإن الفضى المار خلاله وعنده وبه بزاوية اوبا حالة تلاتين دي في الوضع ده زاوية بس ولا عمودي وزاوية؟ لا قال لي مستر لا لا حسر هو جاب سيرة عمودي بعد كده كان سيرة زاوية يبقى في الحالة دي بعمل ايه؟ عمودي وزاوية يبقى فتكر الله يسطرك زاوية بس ساين سيتا باخد الزاوية على طول يعني لو كان قال لي ايه كلام كده مفروش سيرة عمودي كنت اخد الزاوية تلاتين على طول لكن طالما جاب لك سيرة النهاية العزمة او العمودي يبقى ساعتها بقول عمودي وزاوية كزاين سيتا او ساين تسعين درجة سيتا يبقى منطقة البساطة كل اللي انت هتعمله عشان تجيب الفاي ام هتقول لي الايه بتاعتي هي اثنين فعشرة او اتنين بس مش هعوض في حاجة اه في صفر فاصلة صفر خمسة طبعا انت مش هتحول عشان ده متر تربيع في صين والله هستعمل تسعين ناقص تلاتين شغال طب مستري اه وبعدين والله يا جماعه اتنين في صفر فاصلة صفر خمسة في صين تسعين ناقص تلاتين اهو ودوسنا ايه احلى يساوي ليك يا حبيبي تلاقيت الاجابة هيه ايه ده الاجابة في الاختراط الله اكبر اللي بعده ميديك بقى الزوايا كل اللي هتعمله انك تغير التلاتين على الهو بمنتهى البساطة هتغير التلاتين تخليها خمسة واربعين اهو انك تجد لعيه لك صفر فاصلة صفر سبع جين هتخلص يلا فيه ايه يلا اهو هتيجي تبص اهو هتشالها حط لك مية خمسة وثلاتين في ناس بتستغرب هل يا مصدر حط مية خمسة وثلاتين عادي تسعين مقص مية خمسة وثلاتين يستهول انا اصرت معاك في حاجة او سالب سفر فاصلة صفر سبعة هتمنتل بساطة اختارها مية وتمانين اه هتعمله صين حاجة برضه ناقص مية وتمانين ودوس يساوي تطلع علي كده سالب واحد من عشر اخترته ومشي طيب نيجي للسؤال ده وانا عايزك تركز معايا كده الله يسطورك هنعمل في ايه السؤال هناك طريقتين لحل هذا السؤال بما يرضى الله وبما لا يرضى الله هو كله ان شاء الله يرضى ربنا بس لو انت هتحله كما يجب فانت المفروض هتشتغل تجيب الميل طب فكرنا يا مصدر ازاي بحله بما يرضى الله قلت لك اول خطوة بتحله بما يرضى الله ازاي قال ليا مصدر اول خطوة في ام وايه لا ده احنا نكتب القانون بقى الفاي ام بتاعتك بتساوي ايه اي بي صين سيتا وقلت لك ولو ما شفتش الكورس التأسيسي يبقى انت بقى لتشيل هل اللي واقف فوق ده واقف في طرف لوحده في القانون قلت لي اه قلت لك يلا اشتب الفاي اما عندك والايه عندك يبقى معنى كده ان الميل بتاعك هو عبارة عن دي في صين سيتا حلو الكلام فلو خدت بالك قال لك وضعت عدة ملفات مستطيلة مختلفة المساحة في مجال مغناطيسي منتظم وتميل بزاوية تلاتين حلو والداني زاوية هو والشكل باني الموضح حلو جاب سيرة عمودي ايه قرى كده الكلام تاني جاب سيرة عمودي يا لا قلت لي لا ما جابش سيرة عمودي يا مستر قلت لك يبقى دي زاوية بس يبقى نماجه عوض عوض بصين تلاتين على طول حلو طيب دلوقت المفروض اعمليه المفروض بقى تجيبيه الميل تاخد الصادات على ايه فرق الصادات على فرق السينات فاحنا كنا ممكن ناخد بم الطخ كده ناخد هنا كأن ده المسلس الكبير بتاعنا يعني ونعمل اربعة من عشرة على اثنين من عشرة بتساوي البي بتاعتك فيه صين تلاتين وكفى مؤمنين القتال والله ما لك الحمد ولك الشكر وطلع دي بايكس على الا تطلع لك كده او الصين سيتا مضروبة تروح ايه مقسومة ده بما يرضي الله طب واحد يقول لها مسكر طب يا الحلال زي بقى بم طخ على طول كده الحوارد اللي انا عملته ده مهمة اوي عشان لو المسألة فيها ارقام او فيها زاوية لان في بعض الاحيان ما بيديكش ارقام ويديك زاوية فانت هتتعامل بالطريقة دي طب لو مديك ارقام ديريكت بمنتهى البساطة خد اي رقم من هنا كفي ام وخد المساحة اللي بتقابله ممكن اخد ده بقى عادي واخد المساحة دي يعني الفي ام بتاعتك باربعة من عشرة بتساوي ايه بي الايه اللي انا هاخدها كامل اتنين من عشرة في بي في صين ثلاثين وهاتلي بي بي اكس على الالة شكرا باي باي اتحلت المسألة في اللا شي السؤال ده سؤال حلو جدا جدا لان السؤال ده برضو وضع الاختيارات كان يبدأ حلال هو عامل حسابه ان فيه ناس اضيب اضط في السؤال فوالله يعني وربنا ازيتنا في دقيقنا فكبر بخه تعالي انا يرى السؤال بس وعايز اكتفهمه الشكل المقابل يوضح وضعين مختلفين اكس و واي لملف مساحته ايه موضوع في مجال مغناطيسي منتظم كسفته بي فيكون بس بق فيكون التغير التغير دي اجدعان لما تشوفها معناه ان انا اجيب حالتين اجيب الفرق فاهمني والله انا كمعي 20 جنيه بقى معي 50 جنيه فالتغير اللي طرع علي ان انا زدت 30 جنيه فان التغير في الفيد اللي هو دلت في اي ام خلال الملفين بين الوضعين اولا تصلى عنه احد واكبر اللي اشتغلات اللي انت اشتغلتها لنفسك انك انت قلت الملف هنا في الوضع العمودي ليه بقى ليه انك شفت 90 درجة ففرحت قلت ياس وطحية العدل وعبودي قيمة عظمة موازي بسفر والدينية التمام التمام اقول اجيب بقى هنا الملف مش عمودي هنا لو خدت بالك كل خطوط المجال مرت مع البرتقاني ده بشكل ايه موازي طب العمودي ده عامله ليه عامله عشان عارف ان مخك تعبان ويشتتك يبقى العمودي ده بنسميه ده العمودي على الملف العمودي على الملف بالانجليز بنسميه normal عارف انت متجه المساحة بغض النظر او سيبك من الكلام اللي انا قلت قولك دلوقتي ده ولكن هو حطيه خزوك كده عشان يشتتك فانا في الوضع ده شايف كل خطوط الفيد مرة موازية للملف ساعت هنا متأكد ان الفي ام هناك كان بزيره لا تاني يا اسلام يعني الخط اللي هو عمله لي ده مش المجال والله ما المجال البيئة هي باللون الاسود هتلاقي عندك واوضح بكتير قوي من عندي هتلاقي الخط ده اصلا لون هزرق فاهمني فالبيئة المجال عامل ايه المجال هنا موازي طب حين هنا بقى بسيطة الايه عندي والبيئة عندي والزاوية بستين قلتلك بص بقى ما هنا بقى ده 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 لا تبقى الزاوية ستين دي لما نعمل زوم ان كده هل ده الملفة هوا هل الزاوية دي ما بين المجال والملف ولا العمودي والمجال لا ثواني اهو زوم ان كمان حلو كده الملف باللون البرتقالي حلو الكلام الستين دي مدهلك مع مين مع الملف ولا مع العصاية التويلة دي قلتلك لا مع العصاية التويلة دي العصاية دي عاملة ايه عاملة عمودي يعني معنى كده ان الزاوية ستين دي زاوية بس ولا مع العمودي قلتلك لا ده كده مع العمودي قلتلك اه علشان كده في الوضع ده يا شباب تأكد ان الفاي ام بتاعتك عبارة عن ايه عبارة عن اي بي صين تسعين ناقل ستين لان في الوضع ده هي الستين دي الزاوية العمودي وزاوية الزاوية مع العمودي على الملف يبقى هنا هعمل ادي اثنين من عشرة في صفر فاصلة صفر تمانية او صفر فاصلة تمانية في صين تسعين ناقل ستين ايثين كده الاجابة هتطلع او خلينا نحسبها بسرعة صفر فاصلة اثنين في صفر فاصلة تمانية ماشي شغال في صين تسعين ناقل ستين وهرجع اقول لك تاني انا ليه خدتها ناقص عملت تسعين ناقل ستين ليه علشان كده طيب هتطلع الاجابة معك كده في واحد ابن حلال هقول لها مستر طيب هقول لك يا مستر وانا عملت دي عمودي عادي خالص وعملت دي بزاو بستين وجبت الفرق بينهم وطلعت لنفس الاجابة اقول لك ماشي هو طلعت نفس الاجابة عشان الاختيارات خدمتك لكن لو الاختيارات ما خدمتكش هتلقد احلى افا محترم في الحياة فهمني يعني انا بفهمك الصح انت عملت الغلط وتلع نفس الناتج زي بالظبط ما واحد جيه اقل كده اليف والبي بيه وراح مشاور بيه قالك بيه ما حلش حاجة بسألك بيه حلو طلعت الاجابة صح يبقى كده وقم عشان المشارين بالجنة يعني لا فافهم بس السؤال ده برضو سؤال قوي الشكل المقابل يوضح ملف مستطيل بيتحرك بسرعة سبتة الى اليمين الصفحة مختارك مجال مغماطيسي منتظم عمودي على الصفحة والى الداخل فان العلاقة بين الفيد اللي يمر خلال الملف كده فواحد قال لي يا مصر ايه الحوار الزمن ده قلتلكوا قعدة زمان انك تقدر تعمل اي حاجة بس اجدعانك شعري بيطول مع الزمن انا قاعد باش شرح الحصة مع الزمن لو خدت بالك اي حاجة بتحصل خلال مرور الزمن صح فلو خدت بالك ان نقدر اعمل علاقة ما بين الحاجات كتير والزمن طيب قلتلي يا مصر كلام حلو طب وبعدين احا العلاقة بين الفي ام والزمن علاقة ترضيها العكسية ولا علاقة غير كده قلتلك يا ستا افهم هو عايتك تشرح له اللي هيحصل في الفيد والملف ماشي من هنا لهنا افهم بقى صليت عالنبي ده الملف هو اتعامل مع الملف بشكل تاني كده خالص والله يا شرح لك بشكل سلس كده الملف ده يا جدعان ده انت وانت واقف برا حلو دلوقتي لما تجد تحرك كده بتبدأ تقطع خطوط المجال وتبدأ الفيد يأثر عليك صح؟ شوية 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 تلقى الفيد هنا بقى جوه خلص هل هنا فيه الفيد بيأثر علي ملفه؟ قال لي يا مصر يبقى زاد قلتلك فعلا هو زاد بس هل هو انت جوه بيزيد؟ لا وانت جوه هو ثابت طب حلو وانت خارج تأثير المجال دي عمال يقل 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 هتبل 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 عمال هتبلغ أكتر هتبلغ أكتر هتبلغ أكتر هتبلغ أكتر المطرة كده مغرقاني صح؟ وانا جوه هل بيتبلغ أكتر؟ يا عم خلاص انت تبليت صح؟ انت تغرقت طيب يبقى أنا وانا جوه انا خلاص اتغرقت مش تغرق أكتر من كده طب السؤال بقى هنا انت بتكلم على مطرة عشان مسخي لك مايروحش بعيد دلوقتي لما تجد بص انا هعتبر بقى ان انا كلما اخرج من مطر هنشف على طول لما اخرج كده حتة صغيرة نشفت شوي ها اكتر ها اكتر ها اكتر هالكده خلاص كده خلصنا بقى فلو خدت بالك ده المنطق والعقل اللي يقول لي ايه يقول لي ان الفيه تأثيره هيزيدي زيدي زيدي بعد كده هيبقى ثابت تقريبا ان خلاص الفي ام سيبتت بعد كده يبدأ وانت خارج المجال يبدأ تأثيره يقلي 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 حتى هنعدم عشان كده هختاري الاجابة دال س السؤال ثاني رقم تسعة مكعبان اكس واي طول ضلعيهما اللي واثنين ايه على الترتيب يؤثر عموديا على السطح العلوي لكل منهما مجال مغماطيسي كما بالشكل في اي العلاقات الاتية يمثل العلاقة بين الفيض المار خلال السطح العلوي اللي ده والسطح العلوي اللي ايه اللي ده الواقعي جدا ان الضلع بتاع واي كبير فطبيعي مساحته اكبر وطالما هو مكعب فطول الضلع في نفسه لان انا اتعامل مع المساحة انا بليش ضعب حجم المكعب الواقعي جدا اعطيك إن الفي وي طول الضلع فيها كم ايه والله لو جاهز طول الضلع ده كم ايه ال اتنين اتنين في اتنين بكم عليه اعمل حج باربعة اكبر انه هنا فالاجابة هتبقى دهن. كمان مرة يا شباب عشان برضو اخواننا اللي اه معلش ما فيهموش. وارد. ادي الفاي يا ستا. في واي على في اكس. هتساوي اي. واي على اي اكس. انت واقع جدا عارف ان اي واي عبارة عن اربع امثال اي اكس. صح كده? ليه قلت كده? لان انا هدفوض الدلع هدربه في نفسه. لانك انت عارف ان اي اي واي دي بتساوي والله لو جيت بس اطلعت تلاقي اتنين ال. حلو? فلما تضرب اتنين في اتنين تديك كم? اربع المساحة بتاعتك كبيرة. حلو? طيب. فتعالا نبص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عوض كده. دي اربعة اي اكس على اي اكس. ف اي اكس تروح مع اي اكس اهو. نقرب لك بس نزوم ان كده. اي اكس هتروح مع اي اكس. فبالتالت بتلاقي. اني فاي واي على فاي اكس بتساوي اربعة طلع ده من تحت الفوق. هتبقى فاي واي اهي فاي واي بتساوي اربعة فاي اكس. اه فهمتها فهمتها ما فهمتهاش افهم ان المساحة عندك مساحة ده اكبر اربع مرات. يبقى بالتالي الفاي ام بتاعته اكبر اربع مرات. السؤال ده في قمة الجمال. السؤال ده شرحه بطرق تين. حلو. بوس يا اخوانا. في الزوايا تاني. انت في الزوايا بنتعامل بطرق تين. في الزوايا انت عندك قاعدة. قاعدة اسمها عقارب الساعة. حلو. فعقارب الساعة انت ممكن تمشي مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة. سيبك انت بس من الكلام الايه المجعلص. انا دلوقتي اعمل تلاتين درجة. همشي مع عقارب الساعة عشر درجات. فطبيعي ان انت تمشي كده. واللي مش عارف عقارب الساعة تمشي ازاي يسطب منطقة البساطة رب ده اجعلنا من اهل الايه اليمين. فعقارب الساعة بتلف في يمين. تلقي ما تلف في يمين كده. وعكس عقارب الساعة ايه شمال. حلو. لو خدت بالك بمنطقة البساطة الملف عمال ينزل كده صح? اه. طب لما ينزل كده. هيقل. فهو ده الصفر بتاع الزاوية. فمعنى كده هتبقى كام هتبقى عشرين درجة. يعني انت قلتلي مع عقارب الساعة تلاتين ناقص عشرة تبديك عشرين درجة. حلو. يبقى مع عقارب الساعة انت طرحت. طب في الزاوية الكلام ده عكس عقارب الساعة تمشي ازاي? قال له الله مصر بمنطقة البساطة دي تلاتين درجة. فهعمل كده. عشر درجات برضو. فهتلاقي ان الزاوية بتاعتك كبرت بقى اربعين. قال له مصر اه والله. يبقى تلاتين درجة زائد عشرة. ايه ديتك كام? اربعين. يبقى عكس عقارب الساعة ايه? جمع. ساعتها بدنا هبدأ انا وطلبت كده قلنا اه لو صحبت صحبتك العقربة. صحبتك تلات ايه? مشيتي مع العقربة. الى العقربة تنقصك. حلو. يبقى معها عقارب الساعة ايه? طرح. طيب. والبعد عنها غنيمة. يبقى عكس عقارب الساعة ايه? جمع. حلو الكلام ده? قال له يا مصر طب حلو الكلام ورائع. تعال نشوف بقى. في الشكل المقابل ملف المستطين مساحته ايه? وضع في مجال مغناطيسي بيه بحيس يصنع زاوية يصنع مستوى الملف زاوية ستين مع المجال. فكانت قيمة الفيد كذا. طبعا السؤال قدامك القراء. فهو عايز بقى مقدار الفيد اذا دار الملف. يعني الملف بيدور. معه قرب الساعة بتلاتين درجة. بص يا صديق الصدوق. انا شرح لك السؤال ده بطريقتين. والطريقة اللي تراحك بيهم امشي بيه. هبدأ بالطريقة اللي انا عايز اش فاهمك. يعني فاهمها لك الاول. هو مديك الفاي ام. عبارة عن انت عارف القدوم بتاعه ايه بي? سين سيت. فالفاي ام اللي هو مديه لك دي. قيمة الفيد لما الزاوية بتاعتك كانت بستين درجة. فانت مشكلتك دلوقت الواقعية جدا ان انت مشكلتك في الاي بي دي. اجيبها من ايه? صح? قلت لك يا اخي اعتبارها مجهول واحد. كاكس واحدة. كمجهول واحد وبمنتهى البساطة اجيبها على جنب كده. قادل ايه بيه هتساوي? المضروب يروح مقسوم. فاتنين فاعشرة قس سالب ستة. والسين ستين تروح مقسومة تبقى صين تحت ستين. تيجي تحسب دول على القالة هيطلع لك الناتج بالنص كده تقريبا تقريبا. يا عم احسبها لك عشان ايه قدامك تبقى دين يا ماضحة هو. اتنين فاعشرة قس سالب ستة. قس سالب ستة. على صين ستين وقفال نقص عشان الستين ما تبردش. اتلع اتنين بوينت تسعة تبقى الصفر اتبقى خلاص اتنين بوينت تلاتة واحد في عشرة قس سالب ستة. حلو. اه تسلا في متر بيه. على مصر كده انت جبت قيمة الاي بي. قلت لك اقل الموضوع بقى بسيط. قلت لي ازاي بسيط? قلت لك بممتعة بساطة? خلاص. هو عايز قيمة الفاي ايه? حلو. لما اتنين فاصلة تلاتة واحد في عشرة قس سالب ستة اللي هي الاي في البي في صين. قلت لك يا مصر هدور مع اقارب الساعة ستين. انت كنت اقاسف تلاتين درجة. انت كنت واقف عند زاوية ستين? همشي مع اقارب الساعة فهنقص. يعني هتبدأ تقل يعني. فهنقص نقص تلاتين. وتعملها على وتطلع. طب برضو احوال ربع دورة وخمس دورة وصبس دورة وصبع دورة. خلينا نتكلم ان انت طالب علم علوم ما تعرفش عن ايه دورة. الدورة الكاملة يا شباب هي تلتمية وستين درجة. فلما اقول لك ربع دورة يبقى ربع في تلتمية وستين. خمس دورة خمس في تلتمية وستين. عشر دورة واحد على عشرة في تلتمية وستين. عفريت دورة عفواحد على عفريت في تلتمية وستين. اللي ازرق من الدورة ادي الجن في تلتمية وستين حدو فاللي انا باتكلم فيه لما يقولك هابدولجي في دورة فادرب الهابدولجي في تلتمية وستين تطع لك ازاي ايه تطع لك ازاي ايه فهو بمونتال بساطة قال لي ربع دورة يبقى قفتت طبعا قالت لي من اول كلمة تسعين درجة فخلاص كل اللي هعمله برضه هقول لي ان الفاي ام بتاعتك اتنين فاصلة تلاتة واحد فعشرة قص سالب ستين اهو ستة في صين اهو ستين ناقص تسعين درجة بس كده طبعا عكسة عقارب الساعة كل اللي هعمله بدل مطرح بدل ما يبقى طرح هخليها ايه خليها جمع فدول هيبقوا جمعي كده فشكرا طبعا عليش يعني معكام احترامي ليك انت لو مش عارفتك تبداع القالة فاني نام وطف التفل فوق عشان تنزل عيو الشك حلو الكلام الكلام ده يكتب على القالة تلطع لك النتائج هنا لقى تذكر النتائج كلها بس في طريقة تانية يشارح السؤال ده بص يا صاحبي الطريقة دي اللي هتحليلي سؤال 11 اصلا بص هقول لك كلمة كده وحطها حلقة في وجنك لما تلاقي المسألة كلها مجاهيل او فيها مجاهيل ويجيب لك حالة وحالة وحالة يعني جيب لك حالتين من نفس النوع اعرف انك هتقسم تعال نشوف الطريقة دي في الحالة التانية في السؤال التاني بيقول لي ايه مكلب لك من كلامه عشان كلامه فيه خبس بيقول لك في الشكل المقابل ملف مساحته ايه مدانيش مساحته موضوع في نجال مغناطسي بيه مدانيش كسافته يميل بزاوية 30 مايش هخدت 30 فكان الفيت ساعتها في ام واحدة كلام حلو جدا المسألة كلها رموز وانا عارف ان انت عندك حساسية من الرموز تعمل ايه معنى كده هتلاقيه دايما بيسألك على الفي ام بس في حالة تاني صح ولا انا غلطان اقل زاوية جمع ان دول بيان ملف لما تعمل اتنين فاي ام واتنين عتنة فاي ام دايما يعرفها لو المسألة كلها رموز هيديك حالتين من نفس النوع عارف ليه عشان تقسم الحالة الاولى على الحالة التانية او تقسمهم على بعض فكل الحاجات اللي مش عندك تتير الرموز اللي متشابهة تير قلتلي لا فاهمي قلتلك حاضر بس اهم حاجة بس في الكلام ان انا هقوله هو بيقولي فان اقل زاوية يجب ان يدور بها الملف الكلام ده كلام خطير خاطر ليه لانه مش حاجز الزاوية اللي هتخليك توصل لضعف الفاي ام يعني انت عند التلاتين درجة كان معاك عشرين جنيه طب هتبقى عندي كان بقى عند اتنين فاي ام قالتلي ستين درجة وقلتلك انت عبيت قلتلك لأ ليه فاهمك ليه لان الفاي ام يا جماعة هي عبار عن اي بي ساين سيتا الفاي ام بتتحرك مع ساين السيتا مش السيتا بس وبتيالي شرحتها لكم في الحصص قلتلك ان اي قانون في سيتا جدعان هتلاقي ان الفاي ام او الاف او اي قانون في سيتا هتلاقي بتغير في ساين سيتا قاسف هتلاقي بتغير بالشكل ده كده تغير جايبي فالزاوية هنا مثلا هتلاقي قيمة عظمة عند التسعين اهو كسف هم مئة وتمانين وهادي متين وسبعين وهادي تلتمية وستين فهو الفكرة كلها هو ما بزيتش ويقل مع الزاوية يعني الزاوية هنا بتزيد واعمال يقيل وزيل يزيد ويقل لأ انت بتتغير مع ساين السيتا حلو فانت نرجع لموضوعنا عشان ما نطلق بجش بس نقول تاني هو عايز الزاوية اللي انت هتضرها مش الزاوية اللي انت هتوصل لها بتقول لك مستر لا معلش وضح اكتر بتقول لك صليت على النبي الحالة الاولى بتقول لك ايه بقول لك ان انا في ام بتاعتي بتساوي ايه بي ساين 30 صح كده الحالة التانية هو عايز يعرف الزاوية اللي انا هحققها او هوصل لها الزاوية اللي انا هدورها لما بقى اوصل لتنين في ام طب حلو زوم اني معايا بقى مش دي حالة ودي حالة اه لما كان في ام كان بتلاتين درجة طب لما اتنين في ام تعمل ايه تقسم الحالتنا لبعض فتلاقي الفاي ام دي رحت مع الفاي ام دي والاي بي رحت مع الاي بي فبقلك فوق واحد على الاتنين بتساوي صين تلاتين على صين فيتا تاني انا عملت ايه مش هو قال لي ان الفاي ام الواحدة بتساوي ايه بي صين تلاتين قلت لي اه قلت لك طب الاتنين في ام باي ساوي ايه بي صين كام معرفش فاهمني فروح تقسمهم على بعض فكل المجاهي لطار فبقاش عندك جر مجهور واحد ممكن تجيبه باكس على الالة فاهمني طيب اللي مش هجيبه اللي هجيبه باكس على الالة جر عشر ثواني كده خش معانت بقى نعمل مقص يبقى صين فيتا هتساوي اثنين في صين ثلاتين تعمل دول عالة هيطلع لك واحد تعمل عاله شفت تدوس على الزرار ده اهو هتدوس على الزرار بتاع شفت صين واحد تطلع لك الزاوية قلي بقى الزاوية بتاعتي بتسعين درجة جيت لي بقى اللي عملت اكس قلتلي زاوية بتاعتك بتسعين درجة الخارقة يا لهوي يا مستر ليه 90 درجة غلط ما يتلعى معنا 90 قلت لك يا عمي أزبر هو قال لك أنا عايز أقل زاوية يجب أن يدور بها الملفة هو مش عايز الزاوية اللي هتوصل لها انت فعلا هتوصل لـ 90 درجة طب هو عايز منك ايه الزاوية اللي انت هتتحركها يعني من 30 دي التسعين انت تمشي قد ايه 60 درجة هو عايز زاوية الدوران مش عايز الزاوية اللي انت هتوصل لها هو انت عشان تجيب زاوية الدوران كده كده بيدفل عشان تجيب الزاوية بتاعتك اللي انت هتدرها ما انت بازم تعرف انت هتمشي من الثلاثين اللي غاية كان طب معايش هستقر ممكن تشروح التانية هقدر صلى على النبي اده اتنين على ثلاثة فاي ام عايزين نعرف ايه بتساوي اي بي سين سيتا حلو طب هتسمع على مين بقى الفاي ام الواحدة كانت بتساوي ايه اي بي سين تلاتين وانا اتعمدت اعمل كده مستر انا لاحظنا ان انت المرادة اسمت ده خليت ده تحت وده فوق يعمل اسمه على بعض وخلاص اسمت ده الاول ده التاني براحتك فالفي ام هتروح مع الفاي ام والاي بي هتروح مع الاي بي فهيبقالك اتنين على الثلاثة بتساوي سين سيتا على سين تلاتين اخوانا ابو اكس على الالة طلعها براحتك تعالى نعملها احنا شوية رياضة بمنتال بساطة سين تلاتين دي مقسومة هنوديها الناحية التانية مضروبة يبقى ادي سين سيتا هتساوي اتنين على الثلاثة مضروبة في سين تلاتين هتطلع لك تلت حلو الكلام ده طب وبعدين اه تطلع طلت بس نص نص اه تطلع طلت حلو طب هتعمل ايه هتروح اعمل على الآلة شفت سين طلت عشان تطلع لك الزاوية هتطلع الزاوية بكام بتسعتاشر سبعة واربعين الفكرة ان انت هرجع اقول لك تاني الزاوية اللي انت هتوصل لها الزاوية بتاعتين على تلاتة فاصلة اتنين على الثلاثة فاي ام دي اللي هي تسعتاشر فاصلة سبعة واربعين انت بقى مشيت ميت تلاتين لغيت تسعتاشر فاصلة سبعة واربعين ادي ايه لو طرحت ده من ده قاسف طرحت ده من ده طرحتهم من بعض يعني تطلع لك عشرة فاصلة تلاتة وخمسين السؤال ده لحضراتكم بالله عليك توقف الفيديو لو انت محلتهش وتحله فكر فيه نجسة شرح لك دي يلا الشكل المقابل يوضح ملف مستطيل يدور في مجال المغناطيسي منتظم حول محور موازل دنوع حلو فان شكل البيانة الذي يمثل علاقة بين الفيديو المغناطيسي فاي اما الذي يختارك الملف هو الزاوية سيتا التي يدور بها الملف خلال نص دورة بدءا من الوضع العمودي على المجال لو خدت بالك قال لك نص دورة وقال لك بدءا من الوضع العمودي هنا في ناس كتير هتفكر افكار كتيرة يعني في واحدة هيختار دي عشان لسه رسمها معارف هتقول لي اختار دي عشان لسه رسمها وقلت نص دورة معارف يا صديقي لو خدت بالك هو ابدئ من وضع الايه من وضع العمودي صح؟ والوضع العمودي اللي هو وضع القيمة الايه العظمة فلما تيجي تبدأ شغل تبدأ من وضع القيمة العظمة طب حلو يبقى انا في الحالة دي هختاري الف يا جيم طب كلمة نص دورة دي يا جماعة دورة كاملة لكن دي نص دورة عشان كده الاجابة بتاعتك هتبقى ايه جيم خلينا نخدش في السؤال اللي بعده ما نخدش بعدها سئلة السلك المستقيم وحدة القياس ويبر على امبير واحد في امبير سليب واحد متى سليب واحد طبعا اخوانا اللي خدوا كرس المفاهيم فيها ورقة الاكواد فانت بمنطقة البساطة ممكن لو انت حفظ الاكواد تحله هتقول لي ازاي يا اسلام هقولك بمنطقة البساطة خالص تذكر تذكر ان كل واحدة من دول كنا مدينها كود فالويبر كانت 240 تقريبا في المتر اللي هو 16 لا اسف الامبير الامبير كان خمسة نحطه سليب واحد والمتر كان 16 ونحطه سليب واحد لو عملتهم كده هتلعلك اه تلاتة اللي هو قود معامل النفذي ادي 2240 في خمسة سليب واحد في 16 سليب واحد دوس يساوي تلعيلك تلاتة التلاتة دي هتلاقيها قدام معامل النفذي طب ده انت يا مصر عملت ايه دي حد اسمها ورقة الاكواد ده شباب اخوانا اللي كنا معنا خدوا كرس المفاهيم في المراجعة اخوانا اللي بتفرجوا على اليوتيوب ان شاء الله هتنزل لكم ورقة الاكواد دي او بعطولنا عن واتساب او بعطولنا عن اي طريق لينك اي حاجة انتبعط لكم ورقة الاكواد ورقة الامثلة بتاعتها والزيت عم يتحمل معها ان شاء الله طيب ازايح الليها عادي ازايح الليها عادي احجيب اهو الفاي ام عشان وبر انبير يعني الطيار في متر يعني البعد هتلاقي فيه ارور حصل عندك بلاش الفاي ام لما تيجي تفكها هتلاقيها هي كانت عبارة عن ايه مضروبة في البي صح كده طيب الايه دي اللي هي الايه مساحة اربيع او طول الدلع المربع وادي البي حلو عليش بس نمسح الهتة دي تاني انه هرزرق معلش فجراش حاجة تاني كده ادي الويبر على انبير في متر الويبر كان بيساوي ايه كان برضو بيساوي ايه بي يعني متر مربع مضروف في تسلا على الامبير مضروب في المتر فالمتر هيروح معه كده هيطلع تسلا في متر على امبير ودي وحدة معامل النفاذية ودي واحدة مشهورة معامل نفاذية شباب ولو حافظ ورد تبقى اتسأل عليك اكتر لانك هتقول لي جبت القادون ده منين او جبت الواحدة دي منين هفكرك بحاجة كده ان البي بتساوي ميو اي على تو باي دي صح? التو باي مالهاش واحدة القياس والميو دي احنا عايزينها صح? ودي دي دي طلعها فوق يبقى بي مضروبة في دي على اي صح? يعني تسلا مضروبة في متر على امبير ودي اللي انا لسا مطلعها نيجي للسؤال ده بقى ولا مصر في الشكل الموضح سلك المستقيم طويل مقاومته هنا بدأ يرزيج بالمقاومة وفرق جهدو دي الفي فتكون كسفت الفيد ودي البعد اللي اخدت بالك البي بتساوي ميو اي على تو باي دي ويوعى تنسى لقيت الفي ولاقيت الار بتجيب مين يا لأ? الاي والاي في على ار ماشي ايه عشان في ناس بتقول لك الاي في في ار الله احرقكم الفي بتاعتك بواحد والناس اللي بتعكس برضو انا بفتكر كده العهات اللي كنت بقاملها في اي مش كل الناس يعني احنا كنت كده برضو وعلى الاثنين من العشرة جلاني احفظ القوانين جلاني الفي بالساوي في ار ها? فير فانت عايز الاي الار دي مضروبة اللي وديها ايه? مقسومة يبقى الاي في على ار اهو. عشان محدش ايه من لقيش بقى ايه? هاي الغريبة. يطلع لك الطيار بخمسة امبير. فتلاقي ان البي بتاعتك عبارة عن اربعة باي مضروبة في عشرة والسالب سبعة. في الاي بتاعت اللي هي بخمسة. على اتنين باي في اتنين. اوعى تنسى تحول الصمتي. هتطلع لك تقريبا خمسة في عشرة والسالب خمسة. حلو. الاتجاه بتاعك لو خدت بالك. الطيار طلع لفوق. يلا ارفع ايدك لفوق كده وخبط على الورقة. هتلاقي هنا ايه? هنا اكسات. وهنا ايه? او. فبالتالي المجال هنا داخل الصفحة. مش فاكر والله تطلع كام? بس خلاني حسابها بسرعة. ايه دي. اربعة. باي في عشرة السالب سبعة. في خمسة على اتنين باي. في عشرة. لا في اتنين. في اتنين في عشرة السالب اتنين. اهو. مش معكم خطوة خطوة والله عشان بس محدش يعطى من ان خمسة فعشرة سالب خمسة. يبقى خمسة فعشرة سالب خمسة. واتجاهها لداخل الصفحة. وقلنا ليه لداخل يا شباب? لان المجال هنا. يعني لو خدتباتك لو متطبق قاعدة فليمينج. هتلاقي هنا اكس وهنا ايه? او. السؤال الثاني يسألك على البي والدي. بص يا اخوانا. السؤال ده سؤال شائع وجدة. يعني اخوانا يعني ايه? تعال لن القانون. البي بتاعتك بسألك ايه? ها? ميو اي. على تو باي دي. صح كده? فالبي فوق والدي تحت. فالعلاقة علاقة ايه? عكسية. الاجابة ده المش جيم. الاجابة دال مش جيم ليه؟ هرجع اقول مليون مرة يا اخوانا كل ما داي ال داي زيد كل ما داي ال داي زيد كل ما داي ال داي زيد حلو معليش يعني ميو اي على تو باي في صفر لو انا اعتبرت البعد بصفر فهلاقي ان البي بتاعتي انفينيتي ما لا نهاية صح؟ بتلقى مستر او يعني لو البعد بتاعك تقريبا بالصفر هتطلع ما لا نهاية طب حلو مش داي قيمة البي انزل كده لما داي بتاعتك بصفر بص حينة داي بتاعتك بصفر صح؟ قال لي اه حاليا فالي بقى لها قيمة؟ لأ المفروض تبقى تبقى ايه غير معرفة تبقى مالة نهاية والطبيعي ده كل ما اقرب من الصفر تلاقي البي بتاعتك طايرة لمالة نهاية فاهمين يا شباب؟ عشان كده اجابة دهال وحتى ده شكل الدلة اصلا الدلة الكسرية بتاعتك بتبقى بالمنظر ده كده فاهمين يا شباب؟ علشان كده لما تلاقي واحد فوق واحد تحت العلاقة العكسية اختار الزحلقة الشائية حلو يلا السؤال رقم 16 اشاكن المقابل يوضح ايه الاوضاع التي تتخذها عبرة منصية لبصنا موضوع في مستوى الصفحة عند عدة نقاط بالقرب من سلك مستقيم بي عمودي على مستوى الصفحة من الشكل نستنتج ان السلك ايه بص يا صديقي تقوعة تنسى بره في ناس جوه في سن بره في ناس جوّه في سن بره في ناس جوه في سن بره في ناس جوه في سن المجال بره بيمشي من N للإس جوه بيمشى من إسء للا ei الان طب!? الاسهم هنا ماشى معى عقارب الساعة ولا عكسها؟ قولتيد لي لا عكس أو اقارب الساعة yeah islaam قلتلك يبقى يسمى ولا noo قلتلي لا Danny noo يعني خارج الصفحة ولو انت مش عارف الكلام ده ارجع بقى لمقدمة الفيديو يا شباب لو هتعملها برضو ايه اللي حصل؟ تخد شبالك يبقى اتجاهك ايه لخارج الصفحة او الاسهم زي ما انت شايف ماشي مع ايدي اليمين وانا بستخدم ايدي اليمين طيب مستري اي الاشكال التالية يمثل بشكل صحيح مجال المغماطيسي عن مروط الار كهربي في سلك مستقيم ده غلط ليه اسلام غلط يا جماعة احنا اتفقنا ان الدواب بتبقى اكبر ما يمكن عند السلك وبعد كده كل ما تبعد الدواب تقل فده برضو غلط الزحمة كلما اقتربنا من السلك يزدت زحم الدواب يصحى اصحى طب هنا لو خدت بالك هنا ده اكس اكس يعني ايه يعني ماشي مع عقارب الساعة يس يعني داخل الصفحة اهو فلو خدت بالك لا ده الاسهم هنا ماشي عكس عقارب الساعة يبقى ده غلط برضه لكن ده افتك الكلمة اتنو يبقى عكس عقارب الساعة فماشي معك كله تمام فالاجابة هنا تبقى به السؤال اللي بعد بقول الشكل المقابل يوضح سلك عمودي على مستوى الصفحة ويمر به طيار كهربي الى الداخل فهو النقاط دي ABCD تقع في مستوى الصفحة وعلى بعد ولا ابعاد متساوية ولو خدت بالك كسفت الفدع عندك الابعاد متساوية يعني كسفت الفدع تكسبتها حلو فان النقطة التي يكون عندها فان الفدع يكون بص في الحديق في اتجاه الشمال الغربي ناس كتير في السؤال ده تتخذع تختار ايه بس الجامعة مش ايه ليه بقى ده اعمل حواليه دورية حلو اوه فكرك بيسوى لنو قلتلي نو نو يعني عكس عقارب الساعة فانا هامشي كده خط الساهم يود خليك ناصح حط الساهم عند النقطة ليه عشان الساهم ده تقدر تطلع منه مماس كده كل الساهم المفروض ليه مجنيتيود او ليه اتجاه كده فلو خدت بالحضرتك الساهم الوحيد اللي ماشي في اتجاه الشمال الغربي مين هل ده ولا ده ولا ده ولا ده قلتلي لأ ده بيه قلتلي لك اه والله واحد قال لنا مش فهم حاجة قلتلي بس اصلى عنك هو عايز اتجاه المجال هيبقى في الشمال الغربي فما بين الشمال والغرب ليه ده او قلتلي لك او قلتلي لك او تفتكر كلمة ايه نو يعني عكس عقارب الساعة حلو انا مشيت كده عكس عقارب الساعة فتلاقي ده رايح كده وده ماشي كده وده نازل كده صح؟ الوحيد اللي ماشي معك في اتجاه الشمال الغربي رايح في نفس الاتجاه بتاعك ده كده صح؟ فهو الاجباء ايه بيه طيب سؤال بسيط جدا بقول لي سلك المستقيم يا مورو بيه طيار كهربي يديك الطيار اذا علمت ان كسافت الفيد عنده نقطة تبعد على محوره مسافة معينة يديك الكسافة فإنه بعض النقطة والمنطقة البساطة عايز البعد فلو خدت بالك اكتب القانون ان البي بتاعتك بتساوي ميو اي على تو باي دي البي بتاعتك هو متدقي متها اتنين فعشرة السالب خمسة بتساوي الميو بتاعتك اكتبها اده اربعة باي عشرة السالب سبعة الاي بتاعتك باربعة امبير ودي تو باي حط مكان الدي اكس طب لو انت معكش الائلة بتاعت اكس والله يا شباب بمنطقة البساطة بمنطقة العبط كنت اقولك لو ده تحت وده فوق بدل بينهم يا عم انت مش عارف بمنطقة البساطة يعني هو ده فوق وده تحت بدل بينهم يعني البعد بتاعك هيساوي يعني ده بدل بينهم يعني هيساوي اربعة باي عادي خلص عشرة السالب سبعة مضروبة في الاربعة بتاعتك على اتنين باي عادي خلص في اتنين في عشرة السالب خمسة لو مش عارف الحاجات دي فعلا هنصحك جدا في فيديو على القناة بتاعتنا اسم الكرسي التأسيسي شوفوا هيفرق معاك مئة وتمين درجة في اي حدا في الرياضة عيجي ابوس احنا عاملين هشتك بشتك وعام سيد وعام احمد وعام فؤاد فهمني وكل الهبد كله حطينه في البتاعة دي عشان نقولك ازتونا في الموضوع زيت حل حلو فتسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم وتدعي لنا دعوتين الله لا يسيئك وتشاري الفيديو كده بينك وبين صحابك القشقية تمام وتذكر عشان ما تعيش عليك عشان نحن نتعب من اجل هذه الفرحة والسعادة والحزن فهمني بس كده ودعي لنا كده ربنا يوفقنا يا رب اللهم امين يعني اهو يسته في قدامك الأهل الحاسب هاي اللي بتشيل فلاني شاو نزل لكم ليش عال تلات أوب ونت أوفور اهو الله اكبر علينا الإجابة دا دا السؤال بوستي دا سؤال فهمني سؤال مرهق حابتين فتعالا اقولها بالطريقة قوة الدفعة دي في بي اننا بدأت خلاق فصل اول دا وهموا قومتها الداخلية دي أرسمول وصلت بسلك المستقيم طوله ويديك طول السلك وهموا قومتها النوعية دي الرؤية طب انت على الله في الفصل اول المسالة دي يخدش في اللي بعدها في انك هزفت الفضاء لا تتقع على بعد عمودي يسوي كذا البعد بتاعك دي الواقع ان البي بتساوي ميو ايو على تو بي دي فانت محتاج الدي الدي عندك محتاج الاي الاي بقى عاملك عليها فيلم ياسطى ايه وعتنسى قلتلك ان الاي بتساوي ايه في بي على في دي هجيبي يلا الآلة الحسبة الشائية بتاعته ونبدأ نعمل عملية التعويض نجيب الأول المقاومة المقاومة بتاعتي أهو 4.5 في 10 قس سالب 6 اللي هي المقاومة النوعية طول السلك قالك طوله 20 سنتي فنكتب 20 ده 14 قس سالب 2 علشان انت عارف ان السنتي ما بنحبهوش والسنتي كم حرف حرفين اضرف 10 قس سالب 2 المساحة بتاعتي جابالي بالمتر مربع ابن حلال يا ولا ابن حلال 10 قس سالب 8 قال لها مستر طب ونجيب الأل حسبة الشائية اهو 4.5 اوبا ده 14 قس سالب 6 يلا هلو في 20 اوبا فعشرة قس سالب 2 اللي بعده 3 فعشرة قس سالب 8 يساوي 30 كده تبعط لك المقاومة بتاعتك بكام بتلاتين قوم تسكت لا نجيب نجيب الطيار اهو الاي بتاعتي عبارة عن VB على R الكبيرة زي R الصغير الفي بتاعتك بكام لو بخدت بالك المسألة قدامك هي انا ما خبتهاش بتمانية فولت المقاومة الخارجية اللي انت جبتها بكام بتلاتين مقاومة السلك والمقاومة الداخلية المقاومة الداخلية مش بلابسك الداخلية المقاومة الداخلية اتنين يبقى الطيار بتاعك بربع ايه بربع امبير انا ما اصريتش معاك في حاجة قال لي خلاص كده ببونتها البساطة هتعوض في قانون البي ازاي قال له نصر حلو البي بتاعتك اونا عارف ان في ناس بعيز سميل اسكن بص اكتب لك انا مش عارف اكتب فين والله معلش ان نكتب هنا وبعد كان نمسحبا البي بتاعتي اربع باي فعشرة قس سالب سبعة الاي بتاعتي بربعة امبير على تو باي البعد بتاعي بعشرة سنتي هدربه في عشرة قس سالب اتنين طبعا مسألة دي مسألة طويرة شوية وفكر الامتحان بدأ يبعد عن الحاجات دي يا شباب عشان تبقوا فاهمين بس يعني نبقى صريح معاكم فكر واضع الامتحان من اول من النظام الجديد شغال دلوقتي او النسيستم الجديد اشتغل وطريقة التقييم المختلفة بقيتش انا عايزك تحل مسألة تعمل تعمل لي فيها عشرين قانون زمان كان يقول لك مسألة زي دي ويبديك عليها اربع درجات والله طب انستر وانت بتحللها جدعانة تفهمني بحلها جدعانة عشان انا رجل جدع لكن وضع الامتحان يعني سؤال زي اللي تحت ده سؤال اللي احنا نحله دلوقتي ده لا اسؤال يجي في امتحان صرفك روح جدا او عشرة سالب اتنين يساوي خمسة فعشة سالب 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 لا يساورها عشان انا مش اه انا عم ساحد دلوقتي عشان نفضي بقى اي مكان السؤال اللي بعده بوص يا اخوان بقى السؤال اللي تحت ده سؤال حلو جدا فيه فكرة مصفية اول شرحتها لكم في الحصص بولي في الشكل المقابل الموضح بتكون قيمة كسافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن مروض طيار كهربي في السلك اكس كان تساوي كذا وكذا بص يا اخواننا بمنتهى البساطة لازم تستقع بحاجة لو السلك ده بيأثر على النقطة ايه دي مثلا بفريد كسافته ثلاثة تسلا لو نفس السلك ده انا خليته في نفس الموضع بس حركته وليكن ثلاثين درجة لما تيجي تاخد البعد انت مش تاخد المسافة دي انت لازم تاخد البعد العمودة بين النقطة والسلك تاخد البعد العمودة بين النقطة والسلك ففي الحالة دي لو خدت بالك البعد بتاعك قل وديرك تهيقل وواقعي جدا يقل ليه يا عم انا بعيد عندك اهو معلش خليني بس ايه بص علي كده في الشاشة روحت مقرب عليك شوية بص اختارك الشاشة قربت عليك لما ملت عليك قربت عليك فالسلك اللي اما ملع على النقطة يعني كسفت تأثيره هيزيد فكسفت الفيد بتاعته تزيد فاهمي؟ البعد بتاعك سيبك ما من جو الزوايا والسيتة والكلام ده كله فالواقعي جدا انك انت لما يقول لي اصلي البعد بعشرة لا يا حبيبي البعد بتاعي في كسفة الفيد لما احسبها لازم احسب كسفة الفيد على النقطة دي طب اما الرقم اللي هو جايبه ده جايبه منين؟ لما عود بالعشرة ده معناك لما السلك واقف العشرة دي هاخدها امتى? لما السلك يبقى في الوضع العمودي كده يبقى دي المسافة بتاعتي يبقى السلك بيمر بي 2 أمبير لما تيجي تحسبها هتلاقي ان انت بتحسبها عدة 4 باي فعشرة والسلب 7 في 2 على اتنين في عشرة 2 باي فعشرة فعشرة والسلب 2 ويتحسب هيطلع لك فعلا انا 4 فعشرة والسلب 6 الكلام ده امتى؟ لما السلك كان واقف كده فكان ده البعد بتاعي لكن لما السلك يميل معناها ان كسافت الفيض بتاعتك اكيد هتزيد لان قربت على النقطة سؤال رقم 23 اذا كانت النسبة بين كسافتين الفيض المغناطيسي عند نقطة x و y بجوارس الكني يمر بهم bx على b y فان النسبة بين البعد العمودي لنقطين لو خدت بالك ده سؤال نسبة ال b بتاعتك بتساوي ايه mu i على توبي دي صح حلو فسأسئلت النسبة طير السوابت ولو خدت بالك قالك النسبة بين كسافتين الفيض عند نقطتين x و y بجوار سلك المستقيم هو هو السلك يعني هو هو الطيار فال b وال d علاقة ايه عكسي ال b وال d علاقة عكسي فلو هتكتب لي bx على b y اثنين على الثلاثة يبقى لما تيجي تكتب لي dx على d y هتكتب لك ثلاثة على الاثنين ليه عكست عشان dx على dy اهو العلاقة بين ال b وال x ال b وال d علاقة عكسي بس ده سؤال حلو اهو نفس الكنسبت معلش نفس السلك يبقى bx على b y يبقى dy على dx المستر انت ليه هنا عكست صليت على النبي عليه الصلاة والسلام ثمك حاجة لما هكتب bx على b y عشان العلاقة علاقة عكسية فهكتب dy على dx صحي كده قلت ليه اه صح معلش انا هرجع للمسألة دي تاني فطبيعي ان المسألة bx على b y بتساوي اثنين على الثلاثة قلت ليه صح طب هو كتب لي هيني هل كتب لي dy على dx ولا كتب لي dx على dy كتب لك dx على dy يبقى لما هكتب dx على dy هكتب له ثلاثة على الاتنين كده استوعبت طب مستري يعني انا دلوقتي معلش بقى ايه معلش نمسح كده الكلام ده اتمنى تكون فهمته يبقى انا دلوقتي وانا بعوض هو عايز bx على dy ربطلوا عناية الاتنين هوا من دينة d فاقول له dy على بتساوي dy على dx عشان العلاقة بينهم علاقة ايه عكسية طب dy ووي فيها كم d افرض d بواحد d يعني d بواحد d بالث S عشان نروح ل y حامش كم d 1 و 2 و 3 plaise طب ні ناس بتكتب 2000 على فكرة لا انت بتاخد كل ده نعم ثالث تبت بتاخد كل المسافة دي حلو فكتبت ثلاثة صلب دي حكس عشان امشي extين بس carp عشان امشي x بس هلاقي 1 يما58 إجابة بتاعتك الخريط вы 5 0 الى واحد مر كمال عشان اخباننا اللي ما فهموش ليه يا جماعة اختبت دي واي على دي اكس عشان بي اكس على بي واي بتسوي دي واي على دي اكس عشان العلاقة عكسي طب ليه لما جيت خدت المسافة معليش دي واي خدت تلاتة ما أختتش اتنين ليه ما أختتش دي بس إنك لان علي باخد أول سلك لغاية النقطة اتنين دي الي هوا من اكسل وائي هو عايز من السلك دي وائي بعد النقطة عن السلك عشان هامشي من واي لغاية السلك هامشي كم دي هامشي تلاتة دي عشان هامشي من اكسل يلي هامشي كم دي هامشي واحد دي بس كده �لم دا سؤال حلو برضو في شوية شغل يلا بيسألك عالبعد هوا بيسألك عالايه البعد طيب الشكل الباني مقابل يمثل تغير تغير كسافة الفيض المغناطي سي بي الناشع عن مروتر كهربائي في سلكي مستقيم مع شدة الطيار اي عند نقطين اكس واي اولا تعالى نكتب القانون البي بتاعتي بيساوي ايه ميو اي على تو باي دي كلام حلو يلا يا صديقي طير السوابت او طير البي هل اللي واقف واقف لوحده ايه البي عندي والاي عندي معنى كده ان الميل بتاعي عبارة عن ميو بيساوي ميو على تو باي دي الواقع بقى ان الميل والدي لو خدت بالك ده فوق وده تحت العلاقة بينهم علاقة علاقة عاكسية قلتلي او يا مستر فعلا العلاقة علاقة عاكسية يعني معنى كده اكس الميل بتاعها كبير واي الميل بتاعها صغير لو انت طالع سلم فاكس بالنسب لك اصعب من واي صح؟ يبقى زاوية ميل اكس اكبر من زاوية ميل واي حلو يعني الميل بتاع اكس اكبر من الميل بتاع واي صح كده؟ تلقى اه يبقى الواقع جدا جدا عشان الميل اللي السلوب والدي علاقة عاكسية يبقى دي اكس اصغر من دي واي تاني يا اسلام كده معلش مش الميل ياسطى مع البعد علاقة عاكسية؟ اه ميل اكس كبير يبقى بعده قلية ميل واي قلية ليبقى بعده ايه؟ كبير فهو بقى بيسألك يا ترى بعد النقطة اكس بعد النقطة اكس عن محور السلك اكبر من بعد النقطة واي احنا لسه يدين بعد واي بعد اكس اقل مش اكبر غلط بعد النقطة اكس عن المحور السلك اقل من بعد النقطة واي دي الاجابة الصح بعد النقطة اكس يساوي لأ غلط لا يمكن تحدي اجابة غلط حلو؟ السؤال اللي بعده سؤال اللي بعده ده ممكن تحيله بكتر من طريقة ولكن خلينا نشرحه بالطريقة بقى ايه الهيب الهيب بيق وعبطول بص يا صديقي دي البي ودي الدي خلي بالك من خذوق شرس وهو الرقم ده انت بالنسبة لي البي بتاعتك بتساوي ميو اي على تو باي دي صح؟ بتتلاقي اه بتتلاقي البي بتاعتك هي عبارة عن خمسين مضروبة في عشرة السلب سبعة شكرا والميو بتاعتك اربعة باي في عشرة السلب سبعة فيه ال اي بتاعتك انت خدت خمسين سال اي بتاعتك بكم بخمسة الكلام ده تعمله لو انت بدق من الصفر اه لو مش بدق من الصفر اخذ حد فرق الصوتوها فرق السينات اشتغل بالطلقة العادية على ادت تو باي و ادت دي بتاعتي حطوتها ب اكس على الالة تطلع لك برقب اختار الرقب القريب منه وخلي بالك من النقط بس طب لو معكش اكس على الالة هتبدل هتبدل دمتن ده تعال اعمال له مراد ب اكس على الالة عشان برضو ناس مش عارفة بادوس خمسين في عشرة و السالب سبعة حلو بادوس على الفا قلق وبعد كده بكتب كده حياتي عادية خلص ارضة اربعة باي في عشرة و السالب سبعة تمام في خمسة على تو في باي في اكس الفا و قصي اللي فوق اكس وادوس شفت قلق يساوي اهو بهرجع بس الارقام بتاعته عشان لو في اي حاجة فيها ارر تمام دوس شفت قلق يساوي تلعتي اثنين من عشرة يبقى البعد بتاعي اثنين من عشرة متر فطبيعي جدا اثنين من عشرة متر اللي هو ايه واخد لي بالك اثنين سانتي لو انت مش عارف طيب وطبع طبعا بيقول لك بعض النقطة عن محور السل نيجي بقى للسؤال ده السؤال ده خلال لي بالك من حاجة مهمة اول بيقول لك مستعين بالقارة الكهرباء المقابلة ايا من الاشكال البانية التالية بمثل علاقة بين كسافة الفيض المغناطيسي عند النقطة بص يا شباب السؤال ده مؤتمر على الفصل الاول قولنا واحدا لو انت مش كويس في الفصل الاول فالسؤال ده مش طرف تحلو خلص والسؤال ده ربط والسؤال ده حلو لانه سؤال ده حرفيا انت ثاهم يا مش فاهم بص دي بقى لو مفيش ر سمول دايما فانت بقول البطارية البطارية كده معدول توازي اهم حاجة البطارية في الوضع ده اهم حاجة الار سمول دي كأنها مقاومة عالتوالي فلو خدت بالك البطارية كده مفيش ر سمول ومفيش مقاومة تانية عالتوالي يبقى البطارية عالتوازي مع المقاومة دي وعالتوازي مع السلك ده هو بيسألك على كسافة الفيض هنا طيب تأثيرها على البي هو ايه اللي هأثر عليها الطيار لان البي بتاعتك بتتنسب ترضيها مع الاي صح؟ والاي مع الار حلو بتاعتك علاقة عكسية بس لو خدت بالك المقاومة بتاعت السلك سبتة المقاومة بتاعت السلك ايه؟ سبتة حلو يبقى انا كده مشكلتي مع فرق الجهد طب هسألك سؤال مش انا لسه ايهلك ان البطارية عشان ار سمول تاني ار سمول دي مفيش مفيش ار سمول ومفيش مقاومة تانية ففي الحالة دي فرق الجهد بتاع البطارية هو هو فرق جهد ده هو فرق جهد ده ففرق الجهد سابت والمقاومة سابتة يبقى الطيار بتاعك ده ماله طيار سابت لقى تاني ال i v على r صح بقول لك فرق الجهد سابت عشان فرق الجهد هتاخد فرق جهد البطارية عشان انت عتتوز مع البطارية على طول والمقاومة بتاعتك سابتة السلك مقاومته سابتة ما تغيرتش يبقى الطيار بتاعك كمان ايه سابت يبقى كسفت الفيل بتاعتك سابتة يبقى الاختيار ده بس كده احنا بقى حط تعديل اشيائية ماذا لو ماذا لو كان r small لا تساوي صفر اسمعني بعشي الحيطة دي مهم اوي ساعتها direct حط فولتاميتر هنا وخده من ناحية التانية يعني اتعامل مع الفولتاميتر النوع البطارية وقلت لك ايه وعتاخد قراءة فولتاميتر على المقاومة على المقاومة مديرة فساعتها الفيل بتاعتك هتساوي vb ناقص i ف r صح كده قلت ليه اه كده كده المقاومة هنا سابتة تاني ال v بتاعتك بتتنسب طردها مع i وال i v على r صح كده فكده كده المقاومة سابتة مقاومة السلك ده سابت مقاومة السلك اللي بيولد مجال سابتة فانت مشكلتك مع v طيب لو المقاومة المتغيرة زادت فمقاومة الدايرة كلها تزيد فمقاومة الدايرة كلها هتزيد فطيار الدايرة كلها واخد بالك من نقطة ده طيار السلك ده الطيار انا بتكلم عن الطيار اللي داخل للسلك هنا لكن ده طيار الدايرة كلها الحيطة دي شوية معقدة عايزت يجريها جريها بس انا عايزك تفهمك عشان ايه لو ربط شوي دلوقتي لو المقاومة المتغيرة زادت فطيار الدايرة ده هيقل ففرق الجهد بتاعك هيزيد فرق الجهد بتاعك ده هيعمل ايه هيزيد ولما فرق الجهد يزيد السلك هياخد طيار اكتر فالبيه هتزيد يبقى تاني كده لما المقاومة زادت طيار الدايرة كله قال صح بس الطيار نصيب الطيار اللي داخل للسلك هيكتر هفهمك انا مثال تاني كده مثال بسيط صلى على اللي يشفع فيك اللهم صلى وسلم وبركة سيدة محمد الموضوع عامل ازاي ان المقاومة هنا مثلا وليكن تلاتة المقاومة دي سبتة مثلا عند اتنين ما بتتغيرش حلو ركز معا بس في الحيطة اللي جاية يالله اسطورك هديك امثلة بس عبيضة كده تفاهمك والمقاومة اللي متغيرة قيمتها ثلاثة والطيار اللي داخل لكم فاهمني بستة فمسلا انت خدت جزء مثلا مثلا يعني ندي عشوائي مثلا دي خادت اربعة امبير ودي خادت يا عام نوزع الطيار بمورد دي خادت مثلا وليكن دي مقاومة ار ودي مقاومة ار خلينا ما نديش ارقام اشار ارقامنا ما تبقاش دقيقة فوليكن يعني ان المقاومة هنا كانت والطيار دا داخل بستة حلو فدي خادت اربعة ودي خادت اتنين امبير انت لما زودت المقاومة دي المقاومة زادت فاكيد مش هتاخد اتنين امبير اكيد المقاومة ترامت زادت تاخد طيار اقل وطيار الدائرة كلها يقل فقال للخمسة قال للكام لخمسة حلو فدي الطيار الداخل لها بقى وليكن اربعة ونص دي خديت نص بس ليه مستر المقاومة لما زادت هنا اغلب الطيار عده في المقاومة الايه اللي تحتها فلو خدت بالك طيار دي زاد يبقى مرة كمان ما عليش الله يستورك بالطريعة العلمية بقى تاني اجدعان البي وطيار السلك تاني البي وطيار السلك ده كده ده وده تيدي علاقة ارضية اللي بتكلم في انت زودت المقاومة فطيار الدائرة كله هيقل فرق الجهد بين طرفي السلك هيزيد وطالما فرق الجهد بين طرفي السلك زاد يبقى طياره زاد يبقى كسافته هتزيد بس كده ده لو كان قرس مول مش بصفر طيب نيجي لسؤال رقم 28 اتمنى مكنش بس اعطى عليكم كده اخد نفسك كده الشاب لك بقى مية اه شاطر الشاب لك انا كده بقى مية استنى من الشاب بقى مية اهو من الشاب بقى مية عشان ايه نصح صح كده ونخلص اللي يا مسر يلا في الشكل ما وضح سلك مستقيم طويل يا مور بي طيار قهرامش انت قاي ايه ارى الكلام عيدل وموضوع عموديا في مجال مغناطيسي منتظم كسافة فيدو كذا كلامه بقولي ان السلك محطوط جوا مجال وفوق ده وده ان لو خدت بالك هنا اكسات وهنا اكسات فطبيعي الطبيعي يقولك ايه ان ده اكيد مش مجال سلك ان ده مجال السلك الناحية اكس وناحية او فمعنى كده ان ده المجال الخارجي ده المجال الايه خارجي فهو طالب منك كسافة فيدو في حالتين عند النقطة ايه وعند النقطة بيفكك انت بس اول خطوة السلكي طالع لفوق فهنا اكسات وهنا اوهات اذا المنطقة دي بالنسبة لي منطقة جامعة او منطقة دي بالنسبة لي منطقة طرح حلو قوي 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 قلتك تركز معا لو خدت بالك البي ايه بتاعتك بتساوي ايه قال له لومستر هنا هنجمع هتجمع مين هجمع المجال الخارجي زائد مجال السلك يعني هقول ميو اي على تو باي دي زائد البي خارجي ليه اسلام عملت كده والله يا جماعة لو خدت بالك المجال الخارجي لداخل الصفحة ومجال السلك برضو عامل اكسات فبالتالي المجالين مع بعض يبقى هبدأ اقول اده اربعة باي مضروبة في عشرة قس سالب سبعة في الاي بتاعتك بكام الطيار بتاعك بكام باتنين امبير على تو باي والبعد بتاعي باتنين من عشرة ودي زائد اهو هجمع زائد كسفت الفوت بتاعت المجال الخارجي اللي هي كام اربعة فعشرة قس سالب ستة حلو الكلام هتطلع الرقم ده طيب الفكرة بقى فين الفكرة في النقطة بي قال له مصر بسيطة بدلا ما نجمع ما نطراح اقول لك لا هو ملبسك حاجة تانية لو خدت بالك ملبسك ايه ملبسك المسافة متغيرة لو خدت بالك هنا اتنين من عشرة وهنا تلاتة من عشرة فمعنى كده كل اللي تعمله هتغير بس دي تخليها تلاتة من عشرة أي يعني التي أعمل برضه على culpa أربع باي فعشرة قد سالب سبعة في اتنين على ٢ باي ناقص أربع فعشرة قد س yht frequ fungus يطلعلك الرقم دا خل بالك من معلومة مهمة اه هنا لو سألتك انا سألتك على المحصلة فقديتني الرقم لكن لو سألتك على اتجاه المحصلة لو خدت بالك هنا كلهم عاملين ايه كلهم لداخل الصفحة يبعا لو سألتك على اتجاه المحصلة هتقول لي ايه هتقول للرقم دا وتقول لي اتجاهه لداخل الصفحة وا ده في حالة الا دكتور ده في حالة الله ي 다니ك يا رب diesesطر claw يا رب يا رب دخلني معاмаي ونبي لو خدت بالك يبقى هنا في الحال دي اربعة باي او انا بتكلم عن الناتج هنا الناتج هنا اللي تكلهم اكساد كلهم داخلين طبيعي اقترام كلهم داخلين يبقى خلاص كل المحصرة داخل لكن لو في واحد داخل واحد خارج فهنا دول عكس بعض طب امشي مع مين امشي معك كبير طب اعرف منين قال لي بمونتها البساطة معاليش بقى هنا نجي نحسبها دي لو انا دلوقتي قلت لك هو اربعة باي فعشر قسالي بسبعة حلو الكلام ده والطيار بتاعك لو خدت بالك هنا في اتنين على طو في باي في ايو على اهو باي في البعد بتاعك بثلاثة من عشرة وانا طرحت او ناقص اربعة فعشرة والسالب كان معلش والسالب ست الناتج طريعي بالسالب بالسالب معناه مين معناه اني ده اكبر صح او انا غلطان بالعقل والمنطق طالما الناتج طريعي عليك هو هو بس تعلي بالسالب مستر هكتبه بالسالب لا انت كده كده هتختار الموجب بس انا هنا هتفرق معايا فين اني ده كبير صح حلو ده مين بقى ده المجال الخارجي طب المجال الخارجي كان عند النقطة دي عامل لي اكسات ولا اوهات كان عامل اكس لان الاو دي كانت بتاعت مين كانت بتاعت السلك ده انا اللي عاملها بايدي صح يبقى دلوقتي لو سألتك المحصرة بتاعتك اللي هي 2.6-7-10-6 دي اتجاهها فين هتقول اتجاهها الى داخل الصفحة زي ده لان المجال لو خدت بالك هنا ده كان عامل اوت وده كان عامل اكس عشان كده طرحتهم يبقى همش معك كبير سؤال كمان 29 بقولها مصر في الشكل المقابل سلك مستقيم طويل على مستوى الصفحة يمر بطيارة شدته اي حلو واتجاهها الى داخل الصفحة والسلك موضوع بص 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 والسلك موضوع في المجال المغناطيسي كسافة في ايدي وكذا يبقى ده المجال الخارجي مجال اكسترنل حلو وقوي واتجاهه الى اليسار حلو وقوي هتكون محصر الكسافة الفيد هرجع اقولك يبقى اعمل حوالينه دايرة اكس تفكرك بايه يس يس يعني مع عقارب الساعة اهم حاجة السهم اللي عند النقطة ليه بقى هفهمك ليه لانك عينة جديدة الوقت تشتغل انت عايز تحسب كسافة الفيد هنا المجالات هنا ماشية مع بعضها ولا عكس بعضها والله اللي اتنين ماشيين شمال ده بيلفي كده اه انا مسألك عند النقطة عند النقطة دي المجالات ماشية مع بعضها ولا عكس بعضها قلتلي والله المجال بتاع السلك بيلفي كده ماشي كده ناحية الشمال اهو وده ماشي الشمال اهو قال لي يا رب مصطر يبقى كده مع بعض يبقى في الحالة دي هقول ايه هقول ميو اي على تو باي دي واجمع عليها المجال الايه المجال الخارجي يبقى بمنتهى البساطة هسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم المكتب اربعة باي فعشرة قصة سبعة في الطيار بتاعك بكم مربعين على البعد بتاعك قالك عشرة سنتي ها فعشرة قصة سلب اتنين حلو زائد المجال الخارجي اللي هو ستة فعشرة قصة خمسة تمام تعالى نحسبهم كده على السريع فاهمني الانسان اصلا اصلا بطريق لا لا حول قتل لا طبعا انسان رب ده خلقه كويس يعني اللهم انا كان حمد حمدا كثيرا انت امام وبركا ما عليش بس ان نمسح كده خليها سلب خمسة ونغير الاربعا نخليها ايه نخليها ستة بس الكسل الكسل يعمل اكتر من كده ونخلي النقل الزائد ده ممكن اكتبنا من الاول والله والطيار بالاربعيد لا انا كنت كتبت من الاول فعلا انا وضع وقت ما عليش يا نجم انا اعاسف ده اربعين وتحت تضرب عشر اف عشر والسري باتنين ما عليش نخليها بقى واحد من عشر السريع كده يدوس يساوي يطلع النتج معناه كامل وان بوينت فور اللي جاية بقى الف اصلا ده اصلا حلو جدا هنركز معي بقى في الشكل المقابل سلكي مستقيم موضوع عموديا بصها واحد تقالك موضوع عموديا في مجال مغماطيسي منتظم اتجاهه اللي اداخله الصفحه وكسفته بيه يبقى المجال الخارجي مجاله بيه والطبيعي من الاكس سلك بيعمل ناحية اكس وناحية اوه قلتلي حلو تركت طب تعالى هنعمل مجال السلك فالسلك السهم بتاعه طالع لفوق طبق قاعدة الياد اليمنى طبق دماغك استموصل السهم الفوق وخش برجلك اليمين قال لها مصر يبقى هنا اكساته او ده اكساته او والناحية التانية او 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 طرح قال لها مصر طب حلو في اذا مرة تقارك هربي ايه ايه في السلك ايه في السلك كانت كسفت الفيد بص 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 دي بقى كلمة مهمة كسفت الفيد الكلية عند النقطة بيه يعني المحصلة بتاع المجال يعني مجموعهم اللي اتنين طب هسألك سؤال واقع بقى فهو عايز عارف المحصلة عند كيوب كاب تعالى نعمل زوم ايه كده هو بيقول لك المحصلة عند النقطة بيه دي تلاتة بيه ولو خدت بالك دي وقفة في منطقة جمع يعني بالمعنى اصح كسفت الفيد بتاعت السلك زائد كسفت الفيد بتاعت المجال الخارجي اديتك تلاتة سيبك بقى من بيه لو ده بواحد معلش يعني المجال الخارجي بيديك واحد والمحصلة تلاتة يبقى السلك كم داخل بكام داخل بيه اتنين تاني المحصلة بتلاتة بيه والمجال الخارج كان بيه واحدة يبقى البيه بتاعت السلك كانت كم بيه اكيد اتنين عشان تقولي اتنين زائد بي اتنين بي اتنين بيذائد بيه يديك تلاتة حلو هنا ما قدعا كده عارفنا ان السلك عامل اتنين بيه هنا عند النقطة بيه هنجمع ولا نطرح طبعن لو خدت بهاكت بواحد واحد هنطرح قال لي يبقى اتنين بيه ناقص بهية حلو اتنين ناقص واحد كام اتنين ناقص بعد جاه سؤال جميل سأل رقم واحد تلاتين شرحناه كتير والله فحسس الله الحيطة دي ركز عليها جدا ايه الشكل المقابل يوضح سلك ايه موضوع بسألك السلام موضوع عموديا في مستوى الصفحة يمور بيتا الكهرابي تجاهوا الى خارج الصفحة بيانتجوا عندهم في المغماطيس يكسفتوا اتش تسل يعني السلك ايه ده عامل اتشاية تاني السلك ده عامل ايه عامل اتشاية 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 مش باين خلناها في لون لازل قال لها مستر تكريم جميل في اذا كانت كسفت الفيد للمركبة لأفقية للمجال الارض قلتلك شرحت لكم ان مجال الارض على هكرا في حصص بس ايه المركبة للمجال اتش تسلا يعني بيديك مجال خارجي في الاتجاه الموضح ولو فاكرين يا شباب قلتلكم يعني جماعة بص يا جماعة كبير الارض اصلا في اشتغالة اه ان انت فوق بتقول شمالي لكن لا وتحت جنوبي دي الاكتاب الجغرافية الاكتاب المغنصية عكس الاكتاب الجغرافية فطبيعي ان المجال يطلع لك من ايه من تحت الفوق وشرحنا الكلام ده بالتفصيل بس مش مهم بالنسبة لي في الوقت الحالي يعني خليني ايه في المضمون دلوقتي ففي مجال خارجي ماشي فيه ماشي الاتشاية عايز بحصير الكسفة الفيدة عند النقطة واحد واثنين وثلاثة واربعة قلتلك كنت قال علي نسا مرجعها معاك ده او صح اه المجال الخارجي لو خدت بالك عامل اتش ويعني يعني عكس اقارب الساعة عايز تعمك بايدك كده وللخارج شغائل اكس اقارب الساعة ماشي كده اهم حاجة الاسهم عند النقط بس العكس اقارب الساعة تعالي نتكلم بواقعية شوية عند النقطة رقم اتنين دي الساهم بتاعك نزل لتحت والساهم بتاعه طالع لفوق كده مع بعض والعكسة بعض مستر يبقى اتش مراقس اتش يبقى سفر عند النقطة رقم اربعة لو خدت بالك الساهم بتاعك طالع الفوق والساهم بتاعه طالع لفوق يبقى مع بعض yبقى اتش زاد اتش يدك اتنين اتش طب عند النقطة واحد لو خدت بالك المفروض بقى يعملك هو اي each حركة الشئية كده الساهم بتاعه يطلعir housing وساهم بتاعك رايح شمال فلو خدت بالك حصلت قاطع diye كده ان هما لمع بعض والعكس بعض يعني متعمدين. ففي الحالة دي يبقى تعمل فيه ساورس. اتش تربيع زائد اتش تربيع هيطلع كام? طبعا انت غالبان وانا عارف ان انت غالبان. بص حط ال اتش دي برا. افرد ده بواحد اهو. يعني خليها اهو. واحد تربيع زائد واحد تربيع. افرد ال اتش بواحد. اهو. هطلع جازر اتنين بس اهو. واحد تربيع زائد واحد تربيع. اطلع ما دي زائد افردها اهو. اهو. اطلع لجازر اتنين اكتب جازر اتنين اتش. عبيطة دي. عشان بس نعرف ناس غلامة في الرياضة. تاني. المجال بتاعو تقنطلع لفوق. وانت ماشي ايه? ماشي يمين. لو خدت بالك برضو متعمدين فهعمل قاعدة فيسا ورس. يبا لو خدت بالك عند النقطة واحد كانوا متعمدين فاخترنا دي. اخترنا الف. عند النقطة اتنين كانوا عكس بعض فاخترنا صفر. عند النقطة تلاتة كانوا برضو متعمدين فاخترنا جازر اتنين اتش. عند النقطة اربعة كانوا مع بعض فاخترنا اتنين اتش. صل ده السؤال برضو حلو. اشكت المقابل يعبر عن سلكين. واي وزد. متوازيين. متوازيات. طويلة. يمرت كل من هما طيار كهرابي اي. له نفس الشدة اي. في نتجه كسافة الفضل عند النقطة هو ايه. بصي بقية يا صاحبي. هو غيب لك سلكين واحد واي واحد زد. ولو خدت بالك الواقعي يقول لك طب بدا دلوقتي ادى. طب على فكرة في كتير من احيان ما ناس ما تشوفش زد ده قاصل. ده سلك فعمل حوالي دورية وده سلك يعمل حوالي دورية. ومن ان ده اوف افتكر كلمة نو. فامشي نو 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 عبس عقار بالساعة تعالى عند النقطة واعمل سهمك. تاني تعالى عند النقطة الله يسيئك واعمل سهم بتاعك. حلو. فلو خدت بال حضرتك تاني انت كل هتعمل اهو السهم بتاعك طرق لفوق اهو. طب هنا قال لي برضو يا مستر يبقى السهم بتاعك هنا بتاع وي ماشي هنا هيبقى ماشي لفوق. طب بلاش تيجي عندي ده. هتلاقي او برضو فافتكر كلمة نو اللي هو خارج الصفحة عاكسو اقارب الساعة. قال لا مستر يمشي عاكس 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 تأثير المجال بتاعه عند النقطة اكس الاعلى. السهم ده او السلك ده تأثير المجال بتاعه هنا ليسار. فلو خدت بالك المحصرة هنا طالما المتعمدين فالمحصرة ما بتمشيش مواعد فيهم. لأ. المحصرة بتمشي بين البنين. فلو خدت بالك يبقى المحصرة بتاعتك يتمشي مع ايه؟ مع اتجاه السلك تلاتة مرة كمان. تاني اخوانا. ده اوه. فالمجال بتاعه هنا عند النقطة اكس لو خدت بالك هتلاقيه طلع لفوق. والزب دي هنا هتلاقي عكس عقارب الساعة فهتيج عند النقطة اكس تلاقي نفسك ماشي شمال فاهم. المحصرة بتطلع بقى فين? بين البنين. فلا هتمشي مع ده ولا ده ولا ده. في الاخر المحصرة بتطلع مع الاتجاه كان ثلاثة. السؤال اللي بعده ماشي برضه بنفس الفكر. الشكل المقابل سلكان اي بي مستقيما متوازيان عمودة 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 صفحة. ده اي وده اتنين اي فقال ترتيب فبرضو عايز يحصل له عفر المحصرة. دايما قلت لك المحصرة يا جامع يا طرح المتعملين. طب دلوقتي لما تيجي تبص نعمل الدورية الشائية والدورية الشائية. بص يا صاحب. هو عايز يعرف كسافة الفدع عند النقطة او اي. قلت له امين. لو خدت بل حضرتك او يعني اكسة قارب الساعة يعني هيبقى ماشي كده. يعني لو جد سألتني على تأثير هقولك ده هيبقى عامل ساهم كده. عند النقطة واوي. انسى بل على اليمين. تعالى على الشمال. برضو ده نوع يعني او يعكسة عقارب الساعة يعني هتجي هنا تلاقيه ماشي ايه كده. وهو كده كده بيلف هنا. يعني هتلاقيه ايه. واخد خط كده. حلو. هل دول مع بعض? لا. عكسة بعض? لا دول متعمدين يا زينج. بس كده. يحمي فيزة غرس. تاني. انا جد عملت ايه? او نوع. فلقيت ماشي كده الساهمة هو. فكملت معاقه. قلت ده الساهمة بتاع بيه. حلو. كده 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 كده. جيت هنا بصيت. لقيت وراح يمين كده. فعملت الساهمة بتاعه. فده كده المتجهين بتوعهم. فالمتجهين الفيكتورين دول او المتجهين دول هتلاقيهم ايه ما لهم متعمدين. هنعمل قاعدة فيزة غرسة. السؤال ده بص يا شباب سؤال شائق جدا 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 جدا. وشرحناه بالتفصيل. الاجابات هتلاقيها منها واي. بص يا اخواني. محصلة كسافة الفيد عند السلك على سطح السلك. حلو على نقطة تقف على سطح السلك كده. المفروض كسافة الفيد فيها بتكون اكبر ما يمكن. تاني كسافة الفيد تكون اكبر ما يمكن. فطبيعي جدا جدا جدا. لما تلاقي سلك مع بعض فتقول لي ها موجب سالب موجب. ففي ناس هتقول لك عشان بس السؤال ده لو انت بتفرج على اليوتيوب فانت هتلاقي في خلاف كده هتلاقي في مدرسين هواي. الكتاب الواي تبقى واي. فهمني? ولكن ولكن تبقى للي انت درسته انت مدرستش كسافة الفيد داخل السلك او جوة محور السلك. جوة محور السلك كسافة الفيد بتان عدم. ليه? لان في مجال كهرابي بيكون عكس المجال المغماطيسي فيلاشه كل من هما الاخر. والمفروض اقول لك ان كسافة الفيد عند نقطة برا السلك او من نقطة هنا محور السلك على اعتبار ان لو هو قصده هنا محور السلك فصحيح اقول له ان الكيه بسفر والزد بسفر. السؤال ده سؤال عمرو ما يعني الشكل ده ما ينفعش جدك في الامتحان بالخطوات دي انت اللي انت درسه ان كل ما اقتربنا من السلك يزيد تزحهم الدوائر تزداد كسافة الفيد. حلو. فلا المفروض كل ما خلاص انا حضنت السلك فانا دلوقتي واقف على نقطة. يا ضوبك جنب السلك لازقه في السلك او لازقه في السلك فكسافة الفيد المفروض تكون برادة حديد كسافة الفيد فيها اكبر ما يمكن. فهنا بس عشان نلخص الدنيا فانا بعتمد الاجابة على بعتمد السؤال مش واضح في الحتة دي فهو لو هتعتبد ان كسافة الفيد او ان النقط دي في محور السلك تمام? على اعتبار ان هي في محور السلك فهتعتبر ان كسافة الفيد عند كي وزد بصفر. حلو. فهيختار السلك الاقرب للطيار فيختار واي. ده اجابته. ولكني ولكني بتعامل مع السؤال ان السلك والله بمنطقة البساطة يا شباب ان النقطة دي تمام? نقطة على نفس البعد او على السلك بالزبط. حلو? بالنسبة لي كده. فبتعامل معها على زر الاساس. فتلاقي ده موجب سالب موجب. فدول بالنسبة لي دول سوا منطق الطرح. فكسافة الفيد بتاعت كي تكون اكبر لان انها اقرب او هخلينا نقول هي على السلك اللي ايه? الاقرب للطيار اللي هو 2R. تمام? السؤال ده شائق شوية فس دماغك منه متخشش نفسك في جدالات علمية. ملهاش يعني مفيش فرقة راغي. ممكن انا ممكن اريحها خالص وقول لك كثفت الفيد على السلك بسفر. وعمل زي باقي لايه? باقي الناس ولكني بتكلم في الوضوح بحاول افهمك يعني. ولكن انا لو انا اللي همتحن اختارها على اساس اللي انت درسه فانت ما مدرسش اني تدعادم كثفت الفيد. مفيش نصا في كتاب المدرسة كلمة تقول لك اني كثفت الفيد عند النقطة على محور السلك بسفر. لانك حتى تبقى اللي انت درسته المفروض ان ال-B وال-D علاقة علاقة ايه? عكسية. كل ما قربت من السلك اكتر كل ما كثفت الفيد بتاعتك زادت. بس. نرجع للموضوعنا ونخش في سؤال 35 ونسكيب السؤال ده بسرعة. يلا السلكان مستقبل ان تقول لنا بسألك بقى مين أكبر من مين. بص يا اخوانا. انتم متع حافظ حافظ مش فاهم. معارف. لما تلاقي السلكين كده تقول لي يا مستر ايوة مع بعض موجب سالب موجب. اللي تلاقي السلكين كده تقول لي يا مستر عكس بعض سالب موجب سالب. اه. طب حبيبي لو هم اتنين اكس. لو السلكين بقى عامين اكس اتنين اكس كده. مع السلكين كده مع بعض. يعني موجب سالب موجب عادي. لو السلكين عاملين الاتنين او اكس. يبقى السلكين دول عكس بعض. فيبقى ايه سالب موجب سالب. خلي بالك بس عشان انت متعوض على الاسلاك الوفقية. فده كان توضيح كده مهم كده. متوضيح شائع يعني. ليه بقى عشان السؤال ده يتحل بتهزي الطريقة يعني. لو خدت بالك انت عنا بيقول لك مين اكبر من مين ومين اقلي من مين. اولا انت عنا بص على السلكين ده اكس. وده اوه. حلو. دول ما هوضل عكس بعض. واحد داخل واحد خارج يعني عكس بعض. عكس. ها? سبعد سالب موجب سالب. حلو. فبالتالي اكيد كسفت الفدع عند وي اكبر لان ده الوحيد اللي في ملطقة موجب. طب يا ترى الزد اكبر ولا الاكس? لو خدت بالك الزد وقفة جنب طيار اتنين اي. والاكس وقفة جنب طيار ايه? ايايا واحدة. صح? فلو خدت بالك يبقى بي زد اكبر من بي اكس. يبقى بي واي بعد كده بي زد بعد كده بي اكس. وهرجع اقول لك تاني ليه? ليه اخترت زد? لان الزد وقفة جنب طيار اكبر من النقطة اكس. السؤال التاني. ستة وتلاتين. الشكل المقابل يوضح سلكين مستقيمين مطويلان جدا متوازيان وعمودان على مستوى الصفحة يمر بكل من هما طيار الكهربية. فاذا كانت شدة الطيار السلك الاول اكبر من شدة طيار السلك التاني. حلو? هي مشارقة كتير. هي فرق هتفرق لو كانوا الاتنين مع بعض. شدة طيار السلك الاول. وليكن ده اتنين اي. وده اي. حلو? فبقولي بقى اتجاه فان اتجاه محصرة كسافة الفضع عند النقطة بي. خلي بالك الاسيرات دي تيجي في ده الفكر اللي بده اشتغل عليه. اعمل دوري. اعمل دوري. صح? لو خدت بالك الاو هنا. احنا عايزين لحد نقطة بي. ده اكس يعني يس يعني مع اقارب الساعة او ماشي مع اقارب الساعة فان هتلين طلع لفوق. ده او يعني نو يعني عكس اقارب الساعة فتيجي تبص تليني عكس اقارب الساعة هتلين طلع لفوق. فتلاقي ان اللي اتنين طلعين لفوق فخلاص كده الخناء خلصت. يبقى المحصرة طلع على العالة. تعرف السؤال بقى كان انت يبقى جامد. قلت لي انت يبقى جامد. لو كان دي او كمان. انا كده حليت السؤال. انا كده بفرد السؤال جديد. عشان بس الناس اللي بتطلق بطلق. يحال انت بتحل. جابت السؤال جيد. ليه بقى? لان حضرتك لما تيجي تبص فرضا يعني. ان هو خلاك ده او وده الطيار هنا. فده طيار وده طيار. فاهمني? وتيجي تبص على او فهتعمل نو يعني عكس اقارب الساعة. فتلاقي واحد طلع لفوق واحد نزل لتحت. طبعا امشي مع مين فيهم. امشي مع الاي دي بتاعته اعلى. مش الاي بس. لا الاي دي. عشان اديه هنا ثابتة فتمام. هقولك الاي ده بتاعته اعلى. فخلاص هتمشي مع الاعلى. حلو? يعني هتمشي مع الاي في اتجاهه يعني. اعلى واعلى. سبح اسم ربك الاعلى. الله ملك الحمد. سبحان الله. فلي بتكلم فيه انك تاني ارجع للاصل. لو الطيار بتاعك كبير. يبقى الاي دي بتاعته اعلى. كسفت الفيد بتاعته ايه? اكبر. كسفت الفيد بتاعته اكبر. فالمحصلة بتاعته اللي تمشي. تاني كده يا شباب اشان الناس بس ايه? الناس اللي فصلت مني كده. الله استورك. تاني. السؤال اجابته خلصت. حلو? بسأل نفسي سؤال لو كان ده او. وكان ده اتنين اي وده اي واحدة. فبيقول يا مستر محصلة بتاعتك ما شافين. ف او يعني اكسى اقارب الساعة فتلاقي ده ننزلي تحت. طب ده او يعني او يعني اتلاقي طلع لفوق. طب انا همشي مع مين فيهم? قلتلك لقيت زابط صغير ورووليوة. واحد قال لك يمشي مين? واحد قال لك يشب يمشي شمال. مين اللي هتنفس تعليماته اللي الاي دي بتاعته اعلى? البعد بتاعنا هو هو فاللي الطيار بتاعه اعلى. فاخد الطيار بتاع ده فاخترها الاعلى. الكلام ده لهما او او يعني. حلو? ده فرض من عندنا عشان نطديك سؤال كمان. جينا للسؤال رقم سبعة وتلاتين. ركز معي بقى. بقول يا مصر في الشكل المقابل سلكان متوازيان يمر في السلك الاول طيار شدته تين امبير وفي السلك التاني طيار شدته اربعة امبير. حلو? يعني ده ماشي في اتنين امبير وده ماشي في اربعة امبير. طيب. فهو بقول لك ايه انا عايز انا عايز محصر الكسافة الفضاء عند النقطة بيه اذا كان الطيار في اتجاه واحد او في اتجاه المتضادين. بمنطقة البساطة لو في اتجاه واحد فرضته ان هو ماشي يمين مسلا. فهيبقوا مع بعض موجب سالب موجب. طبعا لما يبقوا عكس بعض يبقى سالب. يعني لو خدت بلك المنطقة بي دي في منطقة ايه جمع? فالقانون بتاعي ساعتها بتاعتك بتساوي ميو على تو باي. حلو? اي دي واحد موجب اي دي اتنين. ليه عملت موجب ما عملتش ناقص? لان انا دلوقتي بلعب في السؤال الاولاني اللي هو لو الاتنين في نفس الاتجاه فلا المنطقة دي في منطقة جمع. يبقى كل اللي هعمله هقول اربعة باي في عشرة السالب سبعة على اتنين باي. طبعا انا بشتغل بطريقة عادية خالص. في ناس بتختصر وتخليها اتنين في عشرة السالب سبعة. انا ما عنديش ادنى مشكلة معك. الطيار بتاع الاولاني باتنين امبير. بعد النقطة عن السلك خمسة سنتي فاضربها في عشرة سالب اتنين. زائد الطيار التاني باربعة امبير. ما عنديش ادنى مشكلة. لو خدت بلك بقى تخذوه هنا الناس كلها بتكتب عشرة. لا يا حبيبي. انت بتاخد النقطة اللي برا زي النسافة كلها. انت هتمشي من السلك من النقطة دي لغاية السلك ده. هتمشي قد ايه? عشرة ولا خمستاشر? خمستاشر? يبقى ادي خمستاشر عشرة سالب اتنين. حلو الكلام ده? وكل اللي هعملو هعملو على الاولى واكتبوه. طيب في حالة ان هم افتجنين متضبطين بدلا ما تبقى جمع هتبقى ايه? طرح. حلو? معلش يبقى اكتبوه منتو على الاولى. وهو عا تنسى البي دي عشان في ناس بتنسى البي دي. ماشي? يلا سلي بعد. سلكان مستقيما متوازيان اكس واي البعد بينهم كزا. فهو فارض لك سلكين ومش هرسم لك الرسمة فانتر سيمينت ادي اكس واي. المسافة بينهم خمسة سنتي. ما عندناش ادنى مشكلة معاك. السلك اكس يمر بيه الكترنات حرة بمعدل سابت. او عا تنسى ان الاي بتساوي نت. قلت لك الكلام ده في اول المحاضرة. فالان بتاعتك عبارة عن اتنين ونص. فعشرة قصة عشرين. حلو. في واحد فاصل ستة فعشرة قصة ساعتاشر. واحد سألني سؤال. السؤال هو ايه? قال لي دي بتاعتك من ايه? قلت له اصطمت دلك في اول التمرين. او اختي بالك في الاول كده بقى معامل النفاذية. ده انه رقم سابق. حلو. على الزمن وخدت بالك الكترون لكل ثانية وطالما قلت لك كلمة معدل يعني اسامة على الزمن. حلو الكلام. انت دلوقتي بمنطقة البساطة. كتبت الرقم ده على اهو. 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 بحسيبها معاك اواش. احنا غلابة. تمام? على واحد يازمي. تلاتة اربعين. حلو اهو. بتاعك باربعين امبير. والسلك ويا مر بي طيار اربعين امبير. يبقى ده ما يمر بي اربعين امبير. خلص بقى احنا خلصنا الخناقة بتاعك واربعين امبير. خلي بالك من خزوء مهمة انا قلت لك قبل كده بس يعني تارك في الحصص. بس هاقود هوها لكيان. في انك كسفت الفدع عند نقطة في منتصف المسافة. حلو? بين سلكين. اذا كان اتجاه حركة الالكترنات. بص بقى. هو هنا جابها. اذا كان اتجاه حركة الالكترنات في السلك اكس والطيار الاصلاحي في السلك واي. فيه اتجاه واحد. بص يا صاحبي. لما يقول لك اتجاه واي. تمام ماشي الفوق عادي. الاتنين ماشي. ده الفوق. فهتقول لي ده ماشي الفوق. هقول لك لا غلط. الالكترنات بتاعتك لو بتدور في حتة يبقى الطيار بتاعك ماشي في عكس الاتجاه. التينين. الالكترنات بتاعتك راحة. ايمين بقى بتاعك هنا ماشي هنا. يعني هو بيقول لك في الحالة الاولانية. اذا كان اتجاه طيار البص حركة الالكترنات الحرة في السフي اكس. واتجاه الطيار الاصطلاحي. يبقى هو بيقول لك ان ماشي في اتجاه واحد. الالكترنات لو ماشي معه يبقى الطيار ماشي ايه عكسه. وده نشرح طقا في المحاضرة الاولى ارجع له. يا جماعة فهموا. اتجاه الالكتروني يوصط عشان يمشي من الشمال لليمين. لازم واحد يجي من اليمين للشمال يعملوه. عارف انت زي كلب البلد كده. يعني ايه? الالكتروني عشان تمشي بتتأثر باتجاه الالكترين فيلد المجال الكهربية. يعني المجال الكهربية بيمشي من مجب للسالب. يجزب الالكترونيات فالالكترونيات تتحرك من السلب للموجد. فمعنى كده هنا انت هتعمل ايه? هنا انت هتطرح. تاني تاني. الطيار بتاعك هنا مشي اي. الالكترونيات هنا لو ماشي معك في دفس الاتجاه يبقى الطيار بتاعك ماشي عكس الاتجاه. حلو الكلام? طب لو الالكترنات اهو قال swept in the corner. يعني قالك النواي مثلا ماشي cdH وفي اكس الالكترونات ماشي عكسه طبعا الالكترونات ماشي في العكس اعكس انت اتجاه الالكترونات في السدماغ يعني بدل ما هيبقى هنا في اتجاه واحد شكرا يا عم الحاج متضادين هتعامل معاهم هنا متضادين هنا بدل ما يكونوا في اتجاههم متضادين هتعامل معاهم كأنهم ماشيين في اتجاه ايه واحد ليه يا اسلام لان اتجاه حركة الالكترونات عكس اتجاه حركة الطيار الاصطراحي بس كده وكل اللي انا عمله هقول 100 على تو باي دي اهو ويعني معلش يعني كل اللي هتعمله ان انت تكتب 4 باي في 10 قصة سبعة نكتبها لك بس عشان ايه خواننا اللي مبعفوش ايه اهو 40 على 2.5 في 10 قصة سلب 2 عشان اقلي في منتصف المسافة المتضضين هطرح المتضضين عكس بعض سالب موجه بسالب هاجمع وده 40 ودي 2.5 في 10 قصة سلب كام اثنين هنا هتجمع وهنا هتعمل ايه هتطرح لان هو عايز في منتصف المسافة بس كده بدلا ننخش على نقطة التعادل حانت حانت يسطا حانت حانت انا زي زيك بعيد الاسئلة عشان اخلص صدعنا طب خد لك بريك خد لك بريك وانا خد لي بريك امين يعني امتفت ان احنا اخد بريك دلوقتي تعالوا نبص على صدر رقم 39 بيقول لي امصر في الشكل مقابل سلكان ايه واحد واثنين السلك واحد واثنين للمنظر طوي لان المتواجد ينوى في مستوى الصفحة وامور والمسافة بينهم 20 صمتي والسلك واحد يامور بيطير 9 امبير اروح تحطط فوقي 9 امبير عشان ما نطلق بطش في ان شدة الطيار بص بقى في ان شدة واتجاه الطيار في السلك اثنين الذي يجعل محصرة كسافة الفيد منعادمة كده انا بتكلم عن نقطة التعادل يعني انا لازم يبقى ده طرح فده يبقى طرح فده غصبا عنا الجمع ليه اسلام مجمع ما هو نقطة التعادل لازم تكون في منطقة طرح طب ايه اللي قال لي كلمة تعادل كلمة منعادمة ولو فكر ارجع لاول خمس دقاف الحزة طب صليت عالنبي طب امتى يبقى سالب موجب سالب لو مع بعض ولا عكس بعض قلت لي لا انا يبقى عكس بعض يبقى اتجاه الطيار بتاعك من بل ايه يبقى دول غلط نقطة رقم اثنين اتفقنا عشان تقول لي نقطة التعادل يبقى بي واحد بتساوي بي اثنين يعني هنا اي دي واحد هتساوي اي دي اثنين يعني تسعة اي دي اي دي واحد هتساوي اي دي اثنين فركز معي بقى ها يلا اي واحد بكام بتسعة يلا بعض النقطة كام لو خدت بالك عشرين زادق ايه عشرة تلاتين بتساوي اي اثنين بكام ما انا عايز اعرفه طب المسافة كام عشرة طبعا هنا انا محولتش عشان بمنطقة البساطة ده سنتي وده سنتي فعشت فهي التحول هتروح مع التحولة يعني فلو خدت بالك هتبقى تسعة تلاتة تبقى كتاب عاملها بايكس على ايه لانت الناس اللي قلنا بقى اللي بعملها على ايكس على ايه تسعة تلاتة فتلاتة فتبقى دي اتجابة داد السؤال ده من اسئلة حلوة جدا اللي جاي في امتحان سنوائية عام 2017 عايزك تركز فيه بقى سؤال حلو جدا يا مر طياران اي واثنين اي حلو فيه سلكين متوازيين بالشكل كده من شكل قداما ده عند تحريك السلك كواي مو بتاعدا عن السلك ايكس في ان كسافة الفيد قبل اي حاجة السلكين دول عكس بعض ارمي اشاراتك سالب موجب سالب يبقى بي سي بتاعتك اللي انت عايزها دي عبارة عن بي اكس ناقص بي واي لأ تاني يا اسلام معلش كده الله يبريك لك تاني يا دكتور تاني تاني يا هندسة اللي عليك تركز معايا يا دكتورانت وهي هو بيقولك ان انت عايز تعرف كسافة الفيد عن بي سي ايه اللي يحصل للمبعد السلك وات انا دلوقتي ولا عملت اي حاجة انا روح ترامل اشاراته وقلت اكيد بي سي دي طرحوه هسأل حضراتك سؤال هو انا لما بعد سلك واي مش تأثيره عن نقطة دي هيقل طبيعي كل لما تبعد كل لما تأثير كسافة الفيد يقل طب حلو يعني بي واي دي لما تقل خلي بالك هنا في نقص ها ده يزيد ولا يقل قلنا مصر الدل ترضي قلتلك لأ ما فيه سالب قل يبقى ساعتها دي هتزيد قلتلك مصر مش فيه قلتلك هديك مثال لو دي كانت عشرة ودي مثلا كانت اربعة فالمحصرة كم ست لما بعيده الاربعة مش هتبقى اربعة اكيد كسفته هتقل فقدي عشرة نقص مثلا اتنين فالمحصرة بقت كم تمانية يبقى خدت بالك لما ده المحصرة بتاعتك عملت ايه اللي هي ستة وهنا تمانية ها زادت عشان كده الاجابة هتزداد ننزل للسؤال اللي بعده يلا يا مصر في الشكل المقابل سلكان مستقيمان تويلان متعاملان على بعضهما والاقصر مسافة بينهم 20 سنت فاذا كان السلك الاولاني عموديا على مستوى الصفحة يمر بـ 23 امبير والتاني بيمر بكده السؤال هنا هنجمع ولا نطرح على متعاملين لازم اقول لك بع معلومة صليت عنها ليه قلتلك يا شباب في الحصص ان اكس و او واي خط متعاملين طاقة ده شباب لو انت واحد بتتفرج علي وبتشوف بس حل الكتاب فانا باقول لك حتها حلقة في ايدنا اكس و او اي خط متعاملين ليه صحبي صليت عن النبي ما هو اكس ده يعني داخل الصفحة فلو معلش يعني صباعي انا ماشي يمين فبرده انت عمودي عليه خليت ايدي كده انت عمودي عليه في الجميع اللي تجاهد انت عمودي عليه طب خارج والله برضو في اي اتجاه ايدي هتروح وهتلاقي ايه برضو ده عامل عمودي عمودي فعمل مع اودي مع الخط طب انت نصحتي ليه تعمل ايه خليك ناصح وبتفهم امسك كل واحد لوحده يعني السلك ده ماشي كده فاستخدم عليه قاعدة اليادي اليومنا فهتلاقي هنا في اكسات وهنا عامل اوهات يبقى هيجي عند النقطة اكس دي وهتلاقي عامل اوه حلو ادي النقطة اكس ايه حلو مش انا كده حددت انك شايفه بقى اركده خالص السلك هنا عامل اوه نعمل حواليه ده وريه يلا ده اوه يعني نوه يعني عكس اقارب الساعة تعالى كده هتلاقيه ماشي كده صح؟ يعني هتلاقي المجال بتاعك بيلف كده فلما تيجي تبص تلاقي ايه ده ده مؤخذة يعني تعالى دي مش اكس ده دي النقطة اكس اهو او اهي لو خدت بقى حضرتك هنا المجال بتاعك عامل اوه بتاع السلك اللي هو اي اتنين والسلك ده لما مشيت مع المجال بتاعه لقيته ماشي كده ده اوه وخط ماشي يمين ده تعامد يعني ايه يا جدعان يعني السلك ده خارج المجال بتاع السلك اللي هو اوه ده تمام ماشي كده حلو والتاني ده حلو خارج لبرا فالمجالين عامين ايه مع بعض متعامدين يبقى في الحالة دي يا شباب هنعملها بصيغة التعامد مرة كمان مرة كمان مرة كمان علشان الناس اللي مفهمتهاش بص يا اخوانا اهو انا بالنسباني مشكلتي مش في ايدي القانون تعويض وسهل مشكلتي مش هنا هعمل هنا هجمع ولا اطرح ولا متعامد صليت على النبي ده ماشي كده اوه فلما لف معاه يعني عكس اقارب الساعة فهلاقي نفسي يماشي في الاتجاه ده ده التجاه ده حرفيا بي واحد طب الناحية التانية ده هيعمل اكسات اوهات فتيجي عند النقطة دي هتلاقي بي اتنين عامل ايه هتلاقي بي اتنين وقفلك كده عاملك اوه ده بي اتنين فاوه وخط متعمدين اكس او اوه واي خط متعمدين فمع ان كده متعمدين خب بالك من النقطة الفكر هنا طب واحد يقول لي يا مصر ما السلكين متعمدين يبقى المجالات متعمدة قلت لك حاضر بس هنا هتلاقي سلكين متعمدين بس السلكين متعمدين في نفس المستوى مش هتلاقي مجالات متعمدة حلو فاتقل كده فافهم كده طب بس بقى يعني كلها هعمله ان انا هعمل تعامد فالمسافة واحدة فمنتغل بساطة ربع وجمع تحت الجزر فهيبقى اربعة باي فعشرة السالب سبعة حلو الكلام ده ادي الجزر هنا اي واحد بكام بعشرين على عشرة فعشرة السالب اتنين تمام الكل تربيع زائد خمستاشر وعشرة فعشرة السالب اتنين الكل تربيع كل ده طبعا تحت الجزر هه احسبها على الالة وطلع الناتج انا ما عرفش الناتج صالد حلو برضو واسأل في نفس الفكر الشكل المقابل يوضح سلكين مستقيمان متعمدان ومعزولان يمرت كل منهم طيار اي حلو فتكون النسبة بين اكس و واي كام صليت على النبي عليه الصلاة والسلاة هنا غصبا عنك لازم تستخدم قاعدة اليد اليمنى او تستخدم القاعدة عشان تحدد المجالات فالسلك الاولاني وليكن هنتخليه باللون الاسويد فلما تجي تبص تلاقي ماشي ايه يمين حلو استخدم ايدك في القاعدة فهتلاقي بصر السحب من فوق اوه فهنا اكسات وهنا اوهات تروح رايح للسلك التاني نزل لتحت ايدك شغل اليمين فهتلاقي ان هنا اكسات وهنا اوهات فتيجي تبص تكتشف ان كل ده اوه لان نقودون زي بعض اكس و اوه يعني عكس بعد يعني منطقة طرح اكس و اوه منطقة طرح اكس و اكس منطقة جمع حلو؟ يبقى انا كده لازم اعرف هحدد النقاط بتاعتي فين النقطة التانية لو خدت بقى لحضرتك بمنتهى البساطة خلص الطيار زي بعض حلو؟ وده في منطقة طرح وده في منطقة طرح حلو؟ كلام جميل لو خدت بقى لك البعد هنا والبعد هنا زيه زي البعد هنا والبعد هنا ده مستر تاني انت دلوقتي الحوار بالنسبة لك الاي الايات زي بعضها طب البعد ده بعد السلك واحد والسلك اثنين نفس نفس بعد السلك اثنين والسلك واحد حلو؟ الابعاد زي بعضها فطبيعي كسفت الفيد وهنا طرح وهنا طرح يبقى كسفت الفيد بتاعتك ايا شباب النسبة بينهم كامل واحد لواحد لو خدت بالك الابعاد زي بعضها والطرح زي بعضه والاتنين في منطقة طرح هحسب ايه؟ طيب سؤال برضو ده اسئلة لطيفة شوية بقولها مصر في الشكل المقابل سلكان مستقيمان متوازيان واحد واثنين فاذا علمت ان كسفت الفيد المغناطيسي الكلي عند النقطة بيه في منتصف المسافة بين السلكين كذا يعني كسفت الفيد هنا بديك قيمتها 6 في 10 والسرب 5 حلو؟ انت عشان تجي وكسفت الفيد عند النقطة كيو انت عشان تجي وكسفت الفيد عند النقطة كيو فانت بحتاج تعمل حاجتين تجيب لي الاي الاولا دي بصي بقى انا هنا هشتغل بالطريقة التقليدية بسلكين مع بعض عكس بعض سالب موجب سالب يعني معنى كده ان المنطقة بيه عند النقطة بيه كانت منطقة جمع اللي هي عبارة على ميو على 2 باي يلا اي دي واحد زائد اي دي اتنين كلام جميل يعني هقول اربعة باي فعشرة السالب سبعة على 2 باي كان مرائع وحلو قوي الاي بتاعتك بيكام يا دكتور قال لي والله يا مستر اي واحد معرفهاش طبعا هو قالك في منتصف المسافة فلو خدت بالك يبقى دي عشرة ودي عشرة برضه عشرة فعشرة السالب اتنين زائد اي اتنين بيكام يا مستر بعشرة على عشرة فعشرة السالب اتنين لان قالك تاني النقطة في منتصف المسافة كل دول بقى بيسابوا كام كل دول بيسابوا كسافة الفيدة عند النقطة بيه اللي هي ستة فعشرة السالب خمسة تسلي طب كل اللي تعمله ان انت هجيدي ب اكس في شفت سولفة على الالة حلو طب مستر لو معيش شفت سولفة على الالة هنا انت محتاج تشغل نماغك غصبا عني معاليش يا شباب اللي معاليس معالي الالة بتاعتش اكس طلعها وهبل ما الالة تطلع كده نشوف بص يا صديقي القزة كله مضروب حلو المضروب يروح مقسوم والمقسوم يروح مضروب يبقى انت ممكن بمنتقى البساطة تقول لي ان اي واحد على عشرة فعشرة السالب اتنين زائد وعمل دول على الالة العشرة هتروح مع العشرة تطلع كده هتطلع لك مية يعني عمل دول على الالة كده ابدأ صفل ايه الكسور اللي عندك ده ودول برضى هنوديهم ايه الى اثنين تروح مع الاربعة اعملهم على اقل هتطلع لك اتين فى عشرة السالب سبعة هنا لو عملتهم restaurاء الكbereich هنودها النحية الثانية بالايهye بدل مية مضروبه تروح مقسومة بص يبقى في ستة اف عشرة ايبقى صفل في سماوية اثنين في عشرة حلو يمرغيك بس زي تتعامل هفهمنا شباب مشكل هي الناس بتعرف تعمل الحوالش في الصدف ومشكل هي الناس بتعرف تتعامل ان هنا صفيت الكسر ده وصفيت الكسر ده. تمام? لما تيجي تصفي ده برضو طبيعي هتودي ده بعكس الاشارة هيبقى طرح. فهتلاقي ان اي واحد على عشرة في عشرة السالب اتنين بتساوي نعمل على الا كده اهو ستة في عشرة قصة سالب خمسة على اتنين في عشرة قصة سالب سبعة خلق بالك من نقطة انا بصفي والمية دي تروح بالايه بالسالب تبقى ناقص مية. تمام? ناقص مية. انا بوري الناس اللي معايشش قاله اللي معايش قال عليه خالص. تمام? دي هتبقى كم يا ستا? متين. طيب كل اللي عليك دول مقسومين. يروحوا ايه? مضروبين. فهتبقى اي واحد دي بكام? اي واحد هتبقى? متين في واحد من عشرة تقريبا. عشرة فاشرة سالب اتنين هي واحد من عشرة. هتطلع معك عشرين. ازا اي واحد بتساوي عشرين امبير. طبعا اخوانا اللي بيعملها بشفت اكيد الالة طلعتها لك من بدلي وانت في الخطوة التانية ما? الخطوة التانية ما عايز بي كيو بمنطقة البساطة. هقول اربعة باي في عشرة سالب سبعة. واخدتبالك دي في منطقة الطرح يا شباب. على تو باي. اي واحد. انا هبدأ باي اتنين عادي. ليه يعجبني? انا هبدأ باي اتنين عشرة. عشان بس المسافة بتاعته. المسافة بتاعته بعشرة سنتي. ادي عشرة في عشرة سالب اتنين. ناقص. الطيار التاني بكام? بعشرين. المسافة بتاعته كلها كام? خدتبالك? كل ده. عشرين وعشرة. تلاتين فعشرة. سالب اتنين. واحد اسألنا مستركبة التلاتين منين. يسطأ. احنا مش هنا هنا عشرين. ومش هنا ايه? هنا عشرة. عشان نوصل للنقطة كيو. تمام? وتحسبها على الآلة. كده خلاص من مسألة حالت. احسبها على الآلة ها. ازا كانت اكسافة الفيد عند النقطة اكس هي بي. ده السئلة برضو بقى دي الاسئلة اللي تبسك دعن بقى. نوعية لأسئلة فيها ارقام كتير وحسابات كتير عادي. لكن سؤال زي ده ممكن يجيلك في الامتحان اه. هو في حسابات كتير? لا. فيه شغل. فيه تفكير. بصي بقى يا صاحب. في انك كسفت الفيد عند النقطة اي. قال لي عند النقطة اكس كسفت الفيد بي. طب عند النقطة اي كان بي. هنا المسألة كلها رموز افهم انه قيب لك حالتين وعايزك تسهمه على بعض. يعني انا بمنتهى البساطة لقيت السلكين دول عكس بعض اروح ترامي اشاراتي سالب موجب سالب. يعني البهاية اللي تدعيت لك دي. البهاية اللي هو جايبها دي عبارة عن ميو. على تو باي. حلو الكلام ده يستر? اهو بالعقل والمنطق. والبي في منطقة جمع فقلت زائد. يلا. اي دي واحد زائد اي دي اثنين. هنا فيه كم اي اي عم الحج اي واحدة. بفرد الاي بواحد. فيه كم دي افردها برضو بواحد. كده كده السؤال النسبة. يطيروا مع بعض. طب هنا فيه كم اي? اي واحدة. فيه كم دي? دي واحدة. ليه واحدة يا. طيب هو عايز بقى بيعند النقطة واي. بيعند النقطة واي بمنطقة البساطة برضو هتبقى ميوعة على تو باي. صحي كده? حلو. يلا. سمي الله. قلت لك يلا. اي واحد بكام? باي واحدة. همشي قدي عشان اوصل لواي? همشي اتنين دي. هلتبقى اتنين? ناقص. خلت بالك? ناقص. عشان النقطة واي في منطقة طرح. السلك التالي ده الطيار فيه كام? بواحدة. طب همشي مسافة قدي ايه? قلي لأ اتنين دي واتنين دي اربعة. لما تيجي تقسمهم على بعض. ودايما بنصحك نصيحة. لو انت بتطلقبط في النسبة بتاع. اه 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 خلي اللي فوق دايما اللي انت عايزها. يعني انا عايزة النقطة واي خليها فوق. هقول لك ليه? لانك لما تيجي تقسم ده على ده. الميوها يروح مع بعض. نص ناقص ربع يطلع لك ربع. يعني بي واي على بي. واحد زائد واحد. ده واحد وده واحد. تمام? اعملهم على الا الا لو انت مش عارف. يطلع لك اتنين. ونص ناقص ربع يطلع لك ربع. معاك نص جنيه خدت منه ربع جنيه اتبقى ربع. فالنسبة بتاعتك تطلع لك كان واحد على الاربع على الاتنين لو مقام البسط ينزل مقام. لو انت مش عارف عملها على الالة. مقام البسط بينزل مقام. اه اربعة في اتنين بكم? بتمانية تطلع واحد على التمانية. اختارها على طول ومشي. ليه بقى اعمل الحركة دي ليه? دايما بقول لك ابدأ باللي هو طلبه. هقول لك ليه? عشان لما يجيب لك مسلا بي. عالتمانية وتمانية بي. انت هنا تتزاول. انت هنا تتزاول. ابدأ باللي هو طلبه منك. هتلاقي الاجابة تلعط لك على طول. حلو عشان بس ايه? هو هنا ابن حلال. لكن ساعات بيبقى يبنى ستين في تلاتين في يجيب لك بي على تمانية وتمانية بي فتبع انت متزاول. ليه? لانك انت بمنطقة البساطة. دي تلعط تمن فانت هتوده هو. البي واي على بي. تتزاوي واحد على التمانية. فانت ده مقسوم رحمة ضروب. فبقيت البي تلعط فوق من تحت بس كده فبتكلم فيه بشكل عام يعني ده سؤال برضو جميل في الشكل المقابل سلكان مستقيمان تاولان جدا ومتوازيان ويمر بكل من هما طيار كهربي حلو في ذا كانت كسافة الفيت الناشئ عن الطيار السلك واحد تمام اللي هو اي واحدة يعني عند النقطة بيه اهو عند النقطة بيه تسوي بيه خلي براكم النقطة بقى النقطة تقول لك ايه والحتة تقول لك ايه تأثير ده لوحده عند النقطة دي بس بهاية واحدة تاني تأثير ده لوحده عند النقطة دي بهاية واحدة فانهم حصرت واتجاه كسافة الفيت عند النقطة بيه طيب الاي والدي لو خدت بالك البعد ثابت خلاص البعد برا اللعبة ده سؤال نسبة ميو اي على تو بي دي صح فانت كده كده دود كده سوابت فبت طيارهم والبعد ثابت يعني لو الاي واحدة عاملة بيه واحدة يبلتين ايه عاملة كم بيه عاملة كم بيه تاني الاي واحدة عاملة كسافة الفيت واحدة بس بيه واحدة لكن الاتنين ايه هيعملو كم اتنين بيه لان البي والاي علاقة ترضيه طب دول مع بعض والعكس بعض قال لي يا مستر ما بعض ما موجب سالب موجب اذا عند النقطة بي دي فهي العلاقة ده طرح وهنا برضو من الحاجات برضو المستفزة في بعض الاحيان ان يجيب لك بيه تقيلة و بيه خفيفة فانت تقاط بيه و بيه وانا بشرح بيه و بيه تقاط تطلق فكك من النقطة بي دي خليها نقطة واي نقطة اكس عشان متوعدش تتزول معاي فالنقطة اللي في النص دي منطقة طرح طيب يلا نطرح بقى ده تنين بيه وده بيه واحدة لما نطرحه من بعض اتنين نقص واحد يطلع كم واحدة حلو طب اتنجاهه فين بقى قلت لك الايدي بتاعتم كبيرة اللي كسافته اعلى فلو خدت بالك يبقى انت ده كده ولا كي انك شايفه هنا عامل اكس وهنا عامل ايه او يبقى انا هاخد الاو طب ليه هتاخد الاو لان هي اللي ناحية النقطة بس يبقى الاجابة جيم الاجابة جيم مرة كمان كده يا شباب ليه اخترت للخارج لاني ساعتها روحت اللي كسافته فيده اعلى طب اما منطقة الطرح بقول لك منطقة الطرح منطقة الجامعة روح للك كبير واشتغل فلا كسافته اتنين بيه فاقلت تمام يبقى اكيد كسافته اعلى فالتجاه الكلامه اللي يمشي هنا عامل اكس وهنا عامل او طب اخترت الاو ليه لان هي اللي ناحية النقطة السؤال كمان في الشكل المقابل عند زيادة شدة الطيار في السلك واحد الى ستة اي في ان محصر الكسافة الفيضة عند النقطة اكس اللي يحصل لك بص يا صاحبي نفس الصياح جاب لك كم حالة حالتين طيب تعالى نبص هو كان قبل الاي دي كانت اولا دول عكس بعض يعني سالب موجب سالب فاكية كانت عبارة عن ايه اي دي نقص اي دي سيبك من ميو بقى على طو باي دلوقتي الميو على طو باي كده كده سابتة ففي الحالة الاولينية بي واحد كانت عبارة عن ايه قبل الستة خالص كانت عبارة عن اتنين على واحد اي دي اتنين اي على الدهاية واحدة ناقص اي على خدت بالك كم ديه طار كده بص كم ديه ها يستع شايف مش قديه تلاتة يبقى واحد على التلاتة اتنين ناقص واحد على التلاتة هتطلع خمسة على التلاتة اركنها طيب دلوقتي بقى اللي هو عايزها دي هي باتنين الطيار بتاعك هيزوده الكام هيخليه بدل ما هيخليه اي واحدة زوده الى ستة اي وخبرك من نقطة عشان ساعات بيتكلم في حاجة انه زوده بمقدار والى لو زوده الى ستة اي فخلاص هو ستة اي زوده بمقدار ستة اي لا تزود على اللي معاك حلو فالاجابة ساعتها باتنين هتبقى برضو اتنين على واحد ناقص خدت بالك اتنين على واحد ناقص خدت بالك اتنين على واحد ناقص ستة على التلاتة تطلع لك سفر فالاجابة لما زود الطيار الى ستة مرات اي اللي حصل تصبح سفر معلش مرة كمان يا شباب انا باعتمد على القانون ده جدا فاهمك ليه عشان اول ما يجيب لي نسبة بروح اي رمز سوابت في الزبالة فاهمني ومرح مخ ومركز على ايوة دي تاني كده بالعقل والمنطق وتعالى نمسك العقل شوي اهو بص يا صديقي انها ماشيها لك تاتا تاتا كده وركز معايا لان ربنا يسلح حالنا وتفهم مني اللي انا عايز اشرحه لك انا هنا لقيته بيكلم في حالة وحالة تانية فعايز يعرف حالة تانية اللي حصل لك فقلت طب انت دلوقتي عايز اقولك انت ايه اللي حصل لك طب عايز اعرف اصلك صح ولا انا غلطان فعايز اعرف بقى الخناه دي قبلها ايه اللي حصل عند النقطة واحد اولا لقيت السلكين عكس بعض اروح للترمق الشراطي عكس بعض سريب مجابسات في الحالة الاورنية كان اتنين على دي اتنين على واحد اتنين ايه اتنين ايه على واحدة دي ايايا على كم دياسطة على ثلاثة تلعيت ليه خمسة عالثلاثة رضا طب وبعدين زود اللي التيار الى ستة ايه رحت برضو آسمي اتنين على واحد تمام ستة عالثلاتة لانتها بسفر اخترت تصبح سفر الشكل المقابل هو اضح سيكين مستقيمين طويلين جدا ومتوازين موضوعان في مستوى الصفحة يؤثر عليهم مجال مغناطيسي خارجي منتظم كسافة فيد وكذا حلو يعني كسافة الفيد المجال الخارجي خدت بالك اهو خارجي عامل 6 لا عامل 2 فعشر السلب 5 واتجاعة مضي على الصفحة الى الداخل فإذا كانت محصرة كسافة الفيد عند النقطة بي المحصرة كسافة الفيد دي عند النقطة بي الى البي توتل بتاعت السلكين واتجاها الى داخل الصفحة برضو واتجاها الى داخل الصفحة فإيه نشد الطيار في السلك 2 بيكان صلى على النبي نسأل نفسنا اسئلة وقعها شوية قبل اي حاجة هو مديني كسافة الفيد المحصرة وإذا كانت محصرة كسافة الفيد المغناطيسي عند البي البي توتل بتاعتك عند النقطة بي دي انت كده عندك 3 مجالات مش مجال واحد مجال سلك رقم واحد مجال سلك رقم 2 مجال خارجي وهنا السؤال مركب جدا فانت لازم تستوعب تاتا تاتا كده اللي حصل وخلي بالك من نقطة انت هنا بتتعامل مع كل الاسئلة يا جماعة تاني انت هنا بتتعامل مع كل الاسئلة انا بحل معك كل المستويات مرة كمان هو قال لك ان انت عندك سلكين مستقيمين والسلكين دول محطوطين جوا فانجال خارجي بيشارك ب2 في 10 قصة 5 او بيشارك ب2 في 10 قصة 5 واتجاه عمودي للداخل امين اذا كانت محصرة كسافة الفيد عند النقطة بي المحصرة بتاعتهم كلهم بقى 2 في 10 قصة 5 واتجاهها للداخل للصفحة فإن شد التقارير السلك يقول لك تاني محارقة قصي عم تخيل بص بقى حدد مجال كل سلك لو دول مع بعض فانت عارف ان موجب سالف موجب فهنا يتقابلك مشكلة انك هنا دول طرح فهقول لك انا السلك ده يعمل اكس ويعمل هنا ايه او السلك ده يعمل هنا اكس وهنا عمل ايه او تين بص يا جنعانا انا عملت ايه مسيكت السلك اي واحد حددت مجاله باستخدام قاعدة اليادي اليوم فهنا اكسات السلك اي واحد ده عمل اكسي هنا واو والسلك اللي هنا برضه عمل اكسي هنا واو هنا خب بالك من النقطة بقى انت تركيزك كله على المنطقة اللي انت عايز تدريسها الشغل المنطقة اللي انت عايز تشغيل عليه انت تشغيل على النقطة دي يبقى انت مركز على المجالات بتاعتك في الاتجاه بتاعها يبقى لو خدت بالك الطبيعي بقى ان هنا في اكسين و او فطبيعي ان انا كانت المحصلة البيتوتال دي هي عبارة عن المجال الخارجي اللي هو عامل اكس كل لقساته زائد مجال السلك واحد اللي هو برضه عامل اكس لو خدت بالك هو هنا عامل ايه اكس والنقطة دي اسمها بي اهي دي اللي احنا عايزين ناقص مجال السلك اثنين اللي هو عامل او يبقى تاني كده انت لما تلاقي الموضوع بدأ يمركب تعالوا نشوف واحد واحد عامل ايه يبقى في الحالة دي تاني بي توتال المحصلة اللي هو ميد ديهاني دي تمام ليه اثنين فعشر وصالب خمسة دي فاهم عامل الكلام ده طب مستر انا اواخد بالي من حاجة يعني هي ايه انت بتشرحها بالتفصيل لغم انها ممكن تحلب بشكل مباشر جدا هقولك ازاي بس انا انا بشرحها بالتفصيل عشان لو جتلك بشكل مختلف هي الاجابة كده كده ممكن تتعمل من لقطة واحدة بس مش كلها هي القطة بص يا صاحبي تماما كده اللي اثنين فعشرة مستالب خمسة المجال الخارجي دي هي المحصلة اصلا تخد بالك من النقطة بقى ودي تلفت نظرك لحاجة بس انا برضو بشرحها بالتفصيل عشان وارد يكون الرقم ده مختلف هنا يلفت نظرك حاجة ان المجال الخارجي هو هو المحصلة يبقى السلكين دول ما عملوش حاجة صح تاني المحصلة عند النقطة بيه بثمين فعشرة وصالب خمسة والمجال الخارجي بثمين فعشرة وصالب خمسة يبقى السلك ده لغى السلك ده صح؟ قال لي اه وفعلا منهم منطقة طرح قال لي اه لو خاتب لك دول مع بعض يعني مجاب سالب مجاب طب حلو يعني دي نقطة التعدل بالنسبة للسلكين قال لي اه طب انت تبقى نقطة التعدل في النص بالزبط لو الطيار هنا قدي الطيار هنا فتختارها وتمشي بس ماذا لو كان الرقم هنا مختلف يعني كان الرقم مثلا هنا ستة فانت هنا مش نقطة التعدل هحلها ازاي يبقى لازم اول حاجة تحمل كده ترمي كده ان ده اكس وده او ده تعرف مين كده دول هجمعهم مع بعض ودول هتروحهم مع بعض هتلاقي المجال الخارجي اتنين فعشرة والسالب خمسة وتجمع عليه اربعة باي فعشرة والسالب سبعة في اتناشر على تو باي ولو خدت بالك البعد هنا بتاعي بعشرة فعشرة والسالب اتنين شرحتها المرة شرحتها دلوقتي بشكل تاني او واربعة باي فعشرة والسالب ايه سبعة في اكس حطيت ما كان لقى اي اكس اهو على تو باي فعشرة فعشرة والسالب اتنين طبعا انت لو ما عاكش القلق اللي فيها اكس وانتها البساطة يا ستا هتطير ده مع ده بالعقل والمنطق تلال اجابة تلعت لك صفر معنا كده لان ده ناقص ده يديك صفر لو خدت بالك الحاجة الوحيدة تتلمحها ان الفرق الوحيد ده يعني ده قدي ده يديك صفر فاكد ده باتناشر بس كده طيب سؤال كمان في الشكل المقابل سالكان مستقيمان قال لي يا مصر المتوازيان ايه وبي يمر اهو يمر بهم طيار اي واثلين اي على الترتيب كما هو موضح فاذا كانت قيمة كسافة الفيد عند النقطة ايه تمام ازا كانت كسافة ازا كانت قيمة كسافة الفيدل ناشئ عن السلك ايه عن السلك ايه عند النقطة واي ببي يعني عند النقطة واي دي ده عامل بي فان كسافة الفيدل محصلة عند النقطة واي اولا انت لو خدت بالك من شوية لسه حلنها ان يدون متعمدين تاني احنا لسه حلنها من شوية ان اكيد 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 دول متعمدين واكيد ده اتنين بي ليه اسلام ما هو العالي اصحاب العالي فراحة النقطة على نفس البعد البعد هنا زي البعد هنا هو حتى عاملك علامتين كده وعلامتين هنا والطيار هنا ضعف هنا يعني ده اتنين ايب اتنين بي في الاخر فيه تعامل فقادي اتنين تربيع زائد واحد تربيع يساوي جزر خمسة في الاخر حطت بي ايه يا مستر انا شايفك محطتش البي يسطح نغلبة ونكتبش البي بنفرضها بواحد لان اتنين بي تربيع في الاخر تطلع هنا كان يخدتها كامل فراجش يعني يخدتها عامل مشترك فتطلع الاجابة جزر خمسة بي شكرا على كده صليت على النبي هنا السؤال بيقول لك مستر مين في دول نقطة تعادل ارمي اصطل اشارات دول محصلة مع بعض موجب سالب موجب حلو طب موجب يبقى اولا النقطة تعادل دي غلط ثاني حاجة شرط نقطة تعادل كانت تقع اقرب للسلك الاقل في الطيار اختار اكس ويمشي تاني ليه لان الاكس هي اقرب للسلك الاقل في الطيار وفي نقطة الطرح الشكل المقابل يبين سلكين ام ون يلا يا مستر طويلين متواجع عمودين على مستقى الصفحة يمر بي مطيار اتجاهه الى الداخل الصفحة فتكون نقطة التعادل فين قال لي يا مستر صليت عنك دول نقطة التعادل هنا خلي بالك من حت دول اكس و اكس يعني مع بعض مع بعض يعني ايه يعني موجب سالب موجب حلو الكلام انا ماشي معاك اهو يبقى نقطة التعادل افرضها بين السلكين وجنب السلك الاوليال في الطيار افرضت يا اسطر ان النقطة دي دي فطبيعي جدا 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 اقول لك النقطة الحتة دي المسافة دي كده من اول هنا لغاية هنا كده الباقي فدي تعتبر اتنين وتلاتين ناقص الحتة اللي انا خدتها من تاني لو دي بعشرة جنيه دي بعشرة فهتقول لي دي الباقي اللي هي اتنين وعشرين اللي هي عبارة عن ايه اتنين وتلاتين ناقص عشر بس كده طب نعمل ايه قال لي يا مستر بقول لك ايه اولا نقطة التعادل اكيد 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 منهم ليه لان هنا عشان منطقة طرح طيب او عادي يعرف بعض عن السلك ام بالعقل والمنطق يلا ايدي واحدة تساوي ايدي اثنين يعني اتناشر على اتنين وتلاتين ناقص دي هتساوي اربعة على دي هنا اخواننا بتوع اكس على الاو شفت سولف شغال احنا نشتغل بمورد الله فبمنطقة البساطة هنسمي لو نعمل ماس فاتناشر دي بتساوي اربعة في اتنين وتلاتين بتطلع تقريبا تلاتين وتلاتين اه تلاتين في اربعة بمية وعشرين واتنين في اربعة بتمانية هتطلع مية مية تمانية وعشرين تشك كده بسرعة الله ينور عليها الله ينور عليها احنا نهنيكت بسرعة تمام ناقص اربعة دي ما تسكتش السليب يروح ايه يبوس ايدي الموجب فالسليب دي يروح ايه موجب اتناشر واربعة يديك ستاشر يبقى ستاشر دي بتساوي مية طبعا اخوانا اللي عادين ايه بيتفرر على بايكس على الالي عادين ايه موجب منشكح يلا يلا ما تستفزينيش يلا اهو طبعا الستاشفة اكاديمية تمانية وعشرين طب مصر انت مع الاشتراع برضو في حد يسأل الناس تحمل بايكس على الالة وتخلاص بوس اخوانا مش كلنا معانا الالة اللي فيها تشفت صولف اللي فيها طريقة بتاعة اكسي والتينجز دي مش كلنا معانا ده فطبيعي ان انا بشتغل في مستوى الطالب اللي بمعنص الطالب معوش الالة دي فخلاص انت معاك الالة اللي يبارك لك اما فيه واحد مثلا قلته بوزت قبل الامتحانات فيمني هيستلف الالة من اللي جنبه ماشي بس اشتط يعني فيه حد الامكانيات لا تسمح دلوقتي اه شغال تمام؟ في الشكل المقابل سلكان مستقيمان متوازيان في نفس المستوى يمر بكل منهما طيار كهربائي في اذا كان اي واحد اكبر من اي اثنين حلو يعني اي واحد ده ماليش كداش هنتبان قوي ان ده طياره اكتري اي النقاط اي المناطق يقع بها موضع نقطة التعدل اذا كان السلكيين المران في نفس الاتجاه اولا تعني حلس انا هو في نفس الاتجاه ارمي اشاراتك مع بعض موجب سالب موجب نقطة التعدل تقع في منطقة سالب وبجوار السلك الاقل في الطيار يعني اعتقع في منطقة وي طب لو كانوا في التجاه المتضدين معلش نمسح بس احنا ايه عشقية جدا نمسح الاشارات بتاعتنا دي اهو تمام؟ ويه نرمي العكس بعض اهو دول عكس سبعة سالب موجب سالب نقطة التعدل تقع في منطقة سالبة تمام؟ وبجوار السلك الاقل في الطيار السلك الالف طيار اللي هو اتنين برضو فتقع في منطقة ايه اكس نيجي للسؤال رقم اتنين وخمسين في الشكل السلكان المتعمدان معزولان يمر بكل من هما طيار الكهرابي في ان كسافت الفيد لهم تنعدم فيه هنا غصبا عنك عشان تحل سؤال زي ده لازم تحدد المجالات بتاعت كل واحد السلك ده بصير الفوق كده اقلب يسطر الشاشة الفوق كده يسطر حلو اقلب شاشة بموبايل كده هتلاقي السلك ده طالع لفوق يبقى هنا يمين السهم كده داخل وينه خارج حلو الكلام اقلب معي الشاشة تاني كده فاهمني هتلاقي السلك ده هتلاقي السلك ده هتلاقي السلك ده نازل كده اعمل القاعدة يسطر او بتريح ادي اكسات اهو وادي هنا ايه او فلازم نقوطة التعادل تكون في منطقة طرح قولا واحدا يتعادل لاء شباب لازم لاشربية منطقة الطرح عشان ينشل يعنى يعني pues فأيه غلط تاني، حاجة قلت لك قلت لك اقرب للسلك ال concern في الطيار لو خد mic b saving B السلك القريئة منه في كم a فيه 2 i لكن لو خد بلك دي قريئة من السلك الذي فيه الطيار كم ا لو خدت بلك هنا في ا لدي مكمله هنا ده كبري حلو فوفهختارени لكن بذلك تاني مخطر bronx لأنه في منطقة الطرح ولك بذلك قريبة من السلك الو PossA حانت في شكل مقابل سلك مستقيم طويل في مستوى الصفحة يمر بي طيار شي ديتو اي وموضوع داخل المجال المغموطيسي منتظم كسفة فيدو كذا فلو خدت بالك يبقى ديال بي خارجي ده المجال الخارجي فإن النقطة التي تنعلم عندها وحصري الكسفة فيد صلى على اللي يشفع فيك خلينا وقعين شوية مع بعض نقطة تعالل بس هنا جيب لك مجال خارجي طب نعمل ايه؟ اولا لازم تحددلي في منطقة الطرح السلك هنا طالع لفوق يبقى هنا اكساته يبقى كده من ببحة كده دول غلط لان دي منطقة الجامعة ودي منطقة الطرح حلو الكلام ده يبقى C و D غلط طيب نقطة التعادل المفروض فيها B1 تساوي B2 حلو هنا المشكلة ان انت ما عندكش ID فبمنتهى البساطة المفروض المجال الخارجي يساوي المجال بتاعي السلك صح كده المجال الخارجي بتاعك B2 ف10 قص سالب خمسة كسافة الفيل بتاعك السلك اللي هي كام أربعة باي فعشرة قص سالب سبعة في الطير بتاعك بعشرة ودي 2 باي انت عندك البعد ولا مش عندك ما عندش البعد خلاص احسابه يعني انت هنا منطقة بساطة شباب هتحسب البعد وتشوفه ايما على بعد عشرة سنتي ايما بعد عشرين سنتي فدي اتنين فعشرة قص سالب خمسة ألفا كالك ودي هنا حطة باي فعشرة قص سالب سبعة حلو في عشرة حلو أعلى اتنين في باي وحطت هنا اكس طبعا لو واحد المجهول ده هنا تحت قناة البنطقة البساطة ممكن تبدله معرفه تلاعى واحد من عشرة يبقى البعد بتاعك هنا المفروض يبقى كام واحد من عشرة مستار تاني ليه اخترت النقطة بيه صليت على النبيه هو قال لي دي نقطة التعدل فلازم نقطة التعدل تكون في منطقة طرح من غير معرفة فانا دلوقتي لازم احدد فين النقاط اللي فيها الطرح فلجيت بسيط عددت المجال هنا اكسات وهنا اوهات حلو فهنا المجالات كله اكسات يعني دي منطقة جامعة ودي منطقة طرح يبقى هنا اكيد النقطة التعدل مستحيلة تبقى موجودة طب نقطة التعدل هنا هتبقى في منطقة بيه ولا ايه طب هو معلش نقطة التعدل اقرب بسيط اللي في الطيار بس مفيش ايه اللي في الطيار لانت عندك مجالين طب ما هو معنى كده ان يبيه واحد يتساوي باتنين يعني المجال الخارجي بقيمته اللي هي اتنين في عشرة قصر بخمسة دي لازم تساوي الميو اي على تو باي دي عشان يلوشه بعض فروح تكاتب وكاتبت دي بايكس على الالة فتلعتلي تلعت واحد من عشر اللي هي عشرة سنتي واحد من عشرة متر اللي هي عشرة سنتي طب السؤال فاضل كم سؤال يا ستا لسا شوي قال لها مصر طب في الشكل المقابل سلكان اكس واي او بي طويلان ومعزولان عن بعضهما البعض ومتعاملان وفي مستوى واحد بيمر في السلك اكس واي طيارة اربع امبيع في النشدة واتجاه الطيار المر في السلك ايه بي حتى تنعدل محصلة كسفت الفدع كلمة تنعدل دي نقطة تعادل يعني انا عايز هنا طرح من غير معرف طب هو دلوقت عشان هنحقق ده يعني اي دي واحدة تساوي اي دي اتنين كده كده السؤال ده في قيمته سهل ليه؟ لان خلاص دي منطق الطرح فخلاص يعني اربعة بعدك كام اتنين هيساوي اي اللي انا عايزها بتاعت السلك ده والبعد بتاعي كام تمانية سنتي يعني اي هتساوي اتنين في تمانية بستاشر اعملها باكس على الاقلها تطلع لك ستاشر امبير حلو الصعوبة في يعني انا من وجه التظري مش ده السؤال السؤال يا طرح طب انا اتجاه فين؟ يعني يا طرح اتجاه الطيار بتاعك هيمشي فين؟ صلى على اللي يشفع فيك هنا بمنطقة البساطة انت عارف ان السلك هنا ده عامل اكسات صح؟ السلك اللي طبع فوق فالتاني لازم عشان يبقى طرح لازم يعمل هو التاني ده يعمل ايه؟ اوهات صح؟ فيبقى هنا ايه؟ يبقى السلك اللي هو تحت ده لازم يعمل اوه في الاتجاه ده يعمل اوهات عشان يلاشه بعض طب حلو جرب يسته ما هو الطيار يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ هتلاقي ان فوق هو لداخل يبقى غلط يبقى اعكسها يبقى من ايه البي هتلاقي فوق خارج وتحت ايه؟ داخل طبق القاعد على الشاشة هتلاقيها زبطي بص للسهم الفوق يسته هنا هنا لو بصيت للسهم كده بزاوية هتلاقي هنا اللي اكس وهنا اللي او بس كده يبقى اتجاه بتاعك من ايه؟ 16 من ايه الى بي نيجي للسؤال رقم 55 قال لي يا مكتر وضع عضوية وصلة صغيرة عند نقطة بين سلكين مستقيمين متوازين هنا السؤال ده متتخيلوش السؤال ده رسموه فكانت على بوع العشرين سنتي من السلك الاولاني فرضنا ده واحد وده اتنين فحطيتها على بوع العشرين ايه؟ 20 سنتي من السلك الاولاني الذي يمر فيه طيار اتنين امبير اتنك طيار بتاعه واتجاهه من الجنوب للشمال يعني من تحت الفوق وعلى بعد 40 سنتي من السلك التاني يعني المسافة دي كلها 40 سنتي عن السلك التاني حلو فان شدة والتيار الذي اذا مر في السلك التاني لا يحدث انحراف المؤشر بوصلة هنا قالك لا يحدث انحراف المؤشر بوصلة يعني هنا بيكلمك عن نقطة التعادل يبقى لو خدت بالك في الحالة ده ده اتنين عايزين نعرف الطيار هنا اولا بقولك الاتجاه بتاعك فين اولا نازم تبقى ده فدلوقتي مع بعض صح؟ ليه عشان يبقى موجب سالب موجب يبقى اول حاجة هقولها له ان اتجاهي من زي ما انت قلتلي من الجنوب للشمال هختار من الجنوب للشمال من الجنوب للشمال من الجنوب للشمال طيب بالعقل والمنطق معلش لو واحد مخه هبظلم شوية هقوله اربعة امبير ليه عشان مصدر اتنين على عشرين هيساقوا كم على اربعين سوها اربعة على اربعين بس كده تاني عم يعملها اتنين اي دي واحد هلأ بس هتعملها ب اكس على اطلاع لك اربعة سيلكان مستقيمان متوازيان واحد واثنين دي سوال لطيف شوية كم سوال جايين دول اسئلة ايه عميقة فاركز معاك فهمني عشان ايه خلاص يعني عصبية تعبت وانت عصبك تعبت كلنا عصبنا تعبت الموضوع كبر منينا يا خوالنا يلا سيلكان مستقيمان متوازيان واحد واثنين يمر كلنا من هنا طيار كما بالشكل بحيث تكون النقطة اكس عند الموضوع نقطة اكس عند نقطة التعادل وتبعد مسافة ايه عن السلك اثنين فاذا زالت شدة الطيار الى اربع امبير حلو وزيحة نقطة التعادل عشرة سنتي يعني نقطة التعادل دي مشت عشرة سنتي بين محوري السلكيين فان المسافة دي بين محوري السلكيين صالة عنا بي تعالنا ندريس الشكل الاول قبل ما يزود الطيار انا بالعقل والمنطق المسافة دي حبار عن دي ناقص ايه يعني ده ايه يبقى ده كله ناقص الحتة ايه يبقى اربعة امبير طبع ما قال لهو نقطة التعادل اتحركت اربعة واحد امبير علي بيساو اربعة دي ناقص ايه مستر انت عملت كده ليه قال له مستر عشان بصت شفت السجع في الحوارة ليه لان هو قالك دي كان موضوع نقطة التعادل لما زودت الطيار من واحد لاربع ترزيل فهو منتال بساطة بيسألك بقى يبقى دي واحد على ايه بتساوي اربعة دي ناقص ايه فلما تيجي تعمل مقصة هتلاقي اربعة ايه بتساوي دي ناقص ايه فودي تبقى اكسب اشارة هتلاقي ان دي بتاعتك بتساوي خمسة ايه والله ما فهمتش حاجة عادي مجراش حاجة عملنا اي دي واحد على اي دي اتنين بس كده طب المشكلة مش في كده بقى انت لما خليت الطيار هنا باربعة امبير حلو الكلام قالك ازيحة المسافة عشرة سنتي يصط هو من غير ما اقول طالما الطيار هنا بقى قدي الطيار هنا والاتنين في نفس الاتجاه طبعا جوا هنا طرحوا يبقى دي المسافة هنا هتبقى قدي المسافة هنا ليه يا اسلام ما قلت لك الصلاع النبي بقى ما هو الطيار قدي الطيار ويبقى البعد قدي البعد نقطة التعادل حلو فمعنى كده هو قال لي ساعتها الحتة دي تحركت بقى عشرة سنتي هو قال في وسط الكلام لو خدت بالك اهو قال لك و ازيحت نقطة التعادل يعني معنى كده ان دي بتساوي قاسف ان نص المسافة دي الحتة دي كده اللي هي نص دي بتساوي ايه زائد عشرة سنتي حلو الكلام السؤال دا اللي عايز يفهمه فهو بقى عايز بيعرف بقى دا كله بكام دي نص دي صح؟ قلت لك عوض مش نص دي ادي عندك كان بخمسة ايه؟ قلت لي اه حلو فالمنطقة البساطة نص في خمسة ايه هيساوي ايه زائد عشرة عوض عن ايه هنا ب اكس على الآلة يعني عوض عن ايه و ايه ب اكس هيتطلع لك قيمة ايه ولو عوضت قيمة ايه اضربها في خمسة تلعيت لك دي السؤال فيه شوية تلف ودوران تاني يا اخوان انا هنا هقولها هو نص في خمسة في اكس اللي هي نص في خمسة ايه تمام؟ الفا قلت اكس تاني والان انا مش تقولك لا طبعا ما هو هو نفس المجهول زائد عشرة هدوس شفت قلت يساوي تلعيت لي بقى ديه تلعيت لي الايه الوحدة بستة فاصلة ستة 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 سبعة سنتي حلو عوض بقى بقى فيها في المجهول ده ادي خمسة فيه ستة فاصلة ستة سبعة ضربنا الناتج ده في خمسة او في خمسة او انصر في خمسة هتطلع لك مية على تلاتة اللي هي تلاتة وتلاتين فاصلة تلاتة وتلاتين اللي جابا هي تانية اخواننا كده هنشرح لك السؤال تانية عشان سؤال فيه شوية شغل كتير هو قال لي ان نقطة التعدل عند نقطة اكس قلت له امين ستوب ببقى كده لحظة فقلت له اكيد اكيد ترمى دي نقطة التعدل فقبل اي كلام قبل ما يتدردش مع بعض الحتة دي كده لو دي دي فهيبقى دي ناقس الحتة اي فقلت له امين يلا واحد على ايه بتساوي اربعة على دي ناقس ايه طلعت كده العلاقة طلعت ان دي بتساوي خمس ايه وروحت ركنتها عشان مش عارف عن بيها ايه فهو قال لك لما وصلت الطيار هنا الاربعة امبير اوزيحة نقطة التعدل عشرة سنتيه طب يعني معنى كده اولا لما الطيار يبقى قد الطيار يبقى نقطة التعدل في النص بالضبط حلو طبعا هو في تفس الاتجاه يبقى النص دي دي العقل يقول لك ان هي على كلامه ازيحة عشرة سنتيه يعني بقت ايه زائت حتة زائت العشرة دي طب قلت طب ما حلو طب انا اشيل الدي وعوض بقيمتها اشيل الدي وعوض بايه بقيمتها فعلا عوضت بقيمتها وجبت قيمة الايه وروحت اواخد الايه ومعوضها في الدي فجبت قيمة الدي بس كده سؤال تاني يا شباب بول يا مستر اهو في الشكل موضح ثلاث اسلاك طويلة مستقيمة متوازنة حلو يمرك كل من هما طيار كهربي فيكون اتجاه النجال المغناطيسي عند النقطة بي وعند النقطة كيو صليت عن نبي صحدي سرات والسرات هنا انت عندك كام سيلك ثلاثة معاليش قبل اي حاجة انسى النقطة بي دي خالص وقالك انك شايف ده اكس او ده اكس او ده اكس او لو خدت بالك عند النقطة كيو ده عامل او وده عامل اكس انا باتكلم من طرف النقطة كيو حلو طيب يعني ده او وده اكس وده اكس لو خدت بالح حضرتك بالعقل والمنطق يلا اشتغل على ال اي دي كلمة اي دي لان الميو سبت صح ميو اوتوبا اي ده اسأل نسبة طب يا طرى مين شد الطيار العقل والمنطق يقولك طب ما ممكن طب انا بقى العقل والمنطق يقولي طب ما هتبقى معك كبيرة طيارها كبير وبعدها قليل هقولك صح بس امن اتنين على كم دي دهاية ناقص هطرح منها الاكستين دول ده اي واحد على دهاية ناقص اي على تلاتة دي يعني واحد على التلاتة اتنين على واحد ناقص واحد هتلاقي ان الاجابة تلعطلك بالموجب بتاعنا كده ان هنمشي كلمة الرجل الكبير ده ففعلا اتجاه كسفت الفيدة عند النقطة Q الى خارج الصفحة كده مشكلتك مع النقطة B لو بتفكر بنفس المنتاليتي هتحل المسألة هتعمل ايه انا دلوقتي عايز اعرف عند النقطة بيه اولا النقطة بيه لو خدت بلك السلك ده يلغي السلك ده لو انت مركز شوية هتعرف ان يديو نقطة تعالي ليه سلكين دول مع بعض فموجب سالب موجب نفس الطيار نفس البعد ده لو انت بتفكر طب لو انت على الله فاهمني معلش شي امشي تاتا تاتا اهو اعمل ده X وده O XO XO فالعقل يقول لك ايه يقول لك ده بص تعالي نتكلم عن النقطة النقطة بيه دي ده هيشتغل معايا وده هيشتغل معايا والسلك التالت ده هيرم علي القهات بتاعته فتيجي تبص يتلاقيني ان انا بعمل اتنين اهو كده كده ده واحد على واحد ناقص واحد على واحد فدك صفر فلغوا بعض دول لغوا بعض فمش هيبقى غرمين يعني حتى المجالات بتاعتهم اتلاقين لكنها بقى مش هيبقى غرمين للخارج برضو فبالتالي هيبقى الاتنين الى خارج الصفحة الاجابة هتكون ألف نفس الكون سيت لو خدت بالك السؤال ده السؤال ده سؤال في قمة الجمال لو خدت بالك الطيارين دول مع بعض صح اه يعني موجب سالب موجب صح يعني هنا بالنسبة لك ده منطقة سالب سالب الطيارين قد بعض والبعدين قد بعض يعني ده لاش ده دايما لما تلايت ارت اسلك كده حاول تدور او تحنتش على نقطة التعادل يعني تشوف النقطة ده ممكن تبقى نقطة التعادل فاهمني؟ يبقى انا بمنطقة البساطة السلك ده لما لغى السلك ده انا دلوقتي لغيت اللي على الجنب على الشمال ده فكتني منه خالص فاهمني؟ فكرت بعقل طيب دول لاشه بعض يبقى ما بقاش غير الاربعين ده فبمنطقة البساطة هقول لي ان البي بتاعتك بتساوي ايه؟ اربعة باي فعشرة سالب سبعة في اربعين على طبعا انت هنا بمنطقة البساطة هتعود هتطلع عن ناتك طيب السؤال الاخير عشان اقول لك سبحانك الله وحمدك نفس اقولها لك والله عشان تعيبت والله في الشكل المقابل اربعة اسلاك طويلة جدا ومتوازية عن مدعي مستوى الصفحة يمرت كل منهما طيار كهرامي له نفس الشدة حلو واتجاهه كما اموضح بالشكل وضعت على رؤوس في ان اتجاه معصريك كسافة الفيد عند النقطة ان بص يا صاحبي انا هنا لازم اشيك على كل اتجاه من دول كلهم فيهم نفس الطيار كلهم على نفس البعد يعني؟ يعني سبعه أنه السلك الاولين يعني عكس عقارب الساعة فهلجي كده اخذت بالك باخد المتجهة الساعة اتجاه المتجهة يعني مع اقارب الساعة يسأل الله ينور عليك فتلاقيه ماشي كده فلو خدت بالك كده هم متعمدين تاني هم كده متعمدين فطبيعي ولو خدت بالك ما فيش حد اكتر متاني يعني الاتنين دول قدي دول فطبيعي المحصرة بتاعتهم تمشي بين البنين المحصرة بتاعتهم تمشي بين البنين اللي في الاخر هلاقيها ماشي في اتجاه يمين الصفحة مرة كماناشي السؤال ده بس محتاج شغل شوي محتاج تفكير بس يا دكتور انا شرحتها لكم وبقلها لكم بالفهم المليان اعمل احد اتجاه المجالات عشان تعرف ده اوه صح تاني اهو ده اوه هاتجه هزهنج والله وده اوه وعملت حواليهم كلهم دواير حلو ده اوه يعني نوه يعني عكس اقارب الساعة فده ماشي كده ماشي كده اتجاه المجال بتاعك عند النقطة الياه مش كده اوه بلون تانه مش حرمك من حاجه ده اوه يعني نوه يعني لجا لف هنا لقيه طالع لفوق فلاقی المجال بتاعك ماشي هين ده ايكس يعني اس يعني مع عقارب الساعة فلاقيته مش ازاي ماشي كده ده ياس اه برضو لقيته ماشي كده فكده بقى متعمدين فالمحصرة بينك بيني وبينك بتمشي بين البنين بس كده انا خلصت لك الدرس اول مقالي كان نظر اختياري كان نفسه خلصت لك مقالي والله بس مفيش حيلة كتير من كده قدر اقول لك دلوقتي سبحانك الله ومحمدك اشهدوا ان لا الاهد لله نستغفرك ونطوب وقليك الصنوع الفيديوهات ده كتير تنسوا بقى يعني انا اولها ان اكتب برضو زي زيك فسبحانك الله ومحمدك يعني وندعو الله سبحانه تعالى ان ايه ان يكرمنا كلنا شير بقى وهيشتج بيشتج كده وكمنتاتك الشقيقية واللي محلش يوجد من اخواننا هننفخوا وربنا سهل الامور ان تنسوش بتغلنا السلام